السلام عليكم ورحمة الله إخواني الله أفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 والساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت الجزائر وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب وعبر التيك توك ما زال الفيسبوك يمنع اللايب ويكاد يقتل الصفحة التي لا تظهر إلا لواحد من الألف متابعين كثير من إخواننا يقولون أنهم لا يستطيعون حتى أن يعلقوا على الصفحة وأحيانا لا يجدونها إطلاقا طبعا هذه إجرام زاكربيرغ والمجموعات المفسدة اللي معاه في في الفيسبوك حدثوا عليه اليوم زاكربيرغ لأنه تعرض لمسخ أمام الكونغرسمان الأمريكيين أمام لجنة من مجل الشيوخ الأمريكي مسحوا به الأرض مسحا هو وآخرين لكن هو لقاء تلقى الضربات الشديدة وكانوا يتهموه بكل التهمات يعني لو كان جا واحد عنده ذرة ذرة كرامة كان يستقيل ويخرج من هذا من هذا الوضع لكن أما وقد أصبح بليونيرا الآن الثروة تزيد عن 140 بليون 140 ألف مليون دولار يعني ما تنتجه الجزار من بيترول في ثلاث سنوات في ثلاث سنوات بهذه الفترة يعني مش الفترة اللي كان بيترول ضعيف أقدكت ولي عشر سنوات في ثلاث سنوات هي ثروة شخص واحد اللي هو زيكربرغ ما نتكلموش عن إيلون ماسك هذا كثروة سوري تتجه ويقولوا أنه ربما بعد السنوات قد يصبح تريليونير أي أنه مش ملياردير قد يصبح تريليونير أي أن ثروة قد تزيد عن الألف مليار دولار هذا إيلون ماسك اللي راه هو أيضا يتلاعب أحيانا يتقرب من أصحاب النفوذ العالمي وأحيانا يظهر وكأنه عنده موقف آخر إلى آخره رحنا نشوفه بعد قليل زيكربرغ وكيف مسحوا به الأرض الكونغرس الأمريكيين وكيف كان يتصرف يعني وكيف كان هؤلاء الجبناء يتسردكوا فقط على المستضعفين حديثي اليوم بطريقة الحال الجزء الأول رح نركز فيه على غزة ورح نضع في الوسط إذن جزء وسيط إذا شئنا وجزء الثاني نتكلموا فيه على ما حدث لهؤلاء أصحاب السوشيال ميديا كيف تعاملت معهم بعض الكونغرس مين الأمريكيين والجزء الثالث رح نعود ونرجع فيه للجزائر وفي هذه المرة رح نركز على دائما الخصومة المتصاعدة مع الإمارات ومحاولة ومحاولة الإمارات محاصرة الجزائر كبلد وكعصابة أيضا ليس فقط كبلد من قبل كانت تحاصرنا الإمارات كبلد كانت دائما تفكر أنه إذا ما انتصر الحراك كيف تفسد الحراك كما فعلوا في أماكن أخرى كما فعلوا في اليمن في ليبيا في مصر وغيرها لكن منذ سنتين ونصف دخلوا في خصومة مع جماعة تبون وهذا أشرحته أنا أكثر من مرة لكن هذه المرة سنذهب ناحية الجارة الشرقية ناحية الأشقاء التوانسة اللي وصل عندهم اليوم يوم جمعة المفروض أنه موش عمل في الجزائر وإن كان المسؤولين هذون أكثرهم لا يعمل يعني لا يعمل لا في أيام العمل لا في أيام خارج العمل وأنتم تعرفون الوضع جيد لكن مع ذلك وصل أعطاف إلى تونس للقاء قيس سعيد بالضبط ساعات بعد أن سجن طلبة من القضاء التونسي القضاء التونسي هو الآن أيضا قضاء تليفون خارج من هذه الحالة اللي كان فيها فيه نوع من استقلالية إلى آخره واللي استمرت ما بين 2011 و2021 فالرعاة قيس سعيد يقولوله خليك من هذا استقلالية القضاء واستقلالية الإعلام وهذا لعب لعب ذراري هذا خليك من هذا وهؤلاء الرعاة فيهم الإماراتي وفيهم الجنرال عندنا وفيهم لكن الخصومة التي اشتدت وتشتد الآن ما بين العصابة عندنا بين الجنرالات في الجزائر وما بين دولة المسخ أثرت على كل الدول المجاولة إما إجاباً بالنسبة النظام المغربي مستفيد جداً من هذه الخصومة المتصاعدة وإلا سلباً مثل تونس تونس رح نشوف كيف تؤثر الخصومة ما بين الجنرالات ومشايخ الإمارات تؤثر على تونس سلباً ورح نشوف أو نقرالكم بطريقة نخلوا الدبلوماسية جانباً ونقولكم عادةً هذه الرسائل ما يكون فيها وما توقع أن الرسالة اللي مدها عطاف إلى قيس سعيد اليوم ماذا كان فيها إذن رح نرجع للموضوع الإماراتي الجزائري هذه المرة خاصة من زاوية تونسية وربما من زاوية أخرى إذا سمح الوقت بداية قبل أقل ساعة من الآن ذكرت الأخبار من أن هجومات أمريكية على بعض المواقع الإيرانية والعراقية في سوريا ذكروا باب في دار الزور باب الزور هو أنظم وفي مدينة تسمى مدينة الميادين وفي مفرق حدود يسمى البوكمال قالوا من أن القوات الأمريكية اللي قتل لها ثلاث جنود قبل حوالي أسبوع واللي ترددت كثيرا وتأخرت كثيرا ليس من عادة الولايات المتحدة أن تتأخر عندما يقتل لها جنود أن تتأخر فرد كانت في الغالب تردد في خلال 24 ساعة بما فيها أحيانا على دولها تقوم بقصف دول في خلال 24 ساعة هذا حدث مثلا تذكرنا حدث بد القذافي في 86 في أفريل 86 أقدمت البلاي المتحدة على قصف عدة أماكن في ترابلوس وما جورها بعد أن اتهمت القذافي بأنه كان وراء زرع قنبلة أدت إلى مقتل جنود في ملحى ليلي في برلين قتل فيه نضم ثلاث جنود أمريكيين وممكن اثنين أو ثلاثة من النساء اللي كانوا مرافقات لهن في ذلك الملحى لكن هذه المرة الولايات المتحدة تأخرت تأخرت كثيرا فرد وهذا طبعا داخل ونحن في السنة الانتخابات وهي سنة ساخنة جدا الناس الغالب يتكلموا على السنة الانتخابات الرئاسية ولكنها هي أيضا في انتخابات جزئية برامانية أيضا إضافة إلى انتخابات الرئاسية فترامب طبعا هاجم بايدن ولا يزال يقول أنت ضعيف وأنت لا تعرف الرد وأنت لا تستطيع الرد وآخرين من بعض كبار ما يسموهم بالسقور داخل الحزب الجمهوري أيضا هاجموا بشدة بايدن وإدارته ولكن خرج أمس وزير الدفاع وزير الدفاع الأمريكي وهو من أصول إفريقية واللي كان اختفى لعدة أسابيع اختفى لعدة أسابيع لكن أمس أجرى حوار صحفي والحوار الصحفي دار حول نقطتين رئيسيتين النقطة الأولى لماذا عندما مرضت ودخلت المستشفى لم تخبر الرئيس الأمريكي ولم تخبر الشعب الأمريكي بذلك ولم يعلم حتى الرئيس إلا بعد أسبوع من دخولك للمستشفى والأمر الثاني كيف ستردون على الاستفزازات الإيرانية لأن بايدن شخصيا قال بأن الذين هاجموننا وقتلوا ثلاثة من جنودنا وجرحوا حوالي أربعين في برج 22 وهي قاعدة التنف وهي قاعدة أمريكية داخل الأراضي الأردنية وليس خارج الأراضي الأردنية كما يزعم الملك الأردني قالوا له إذن هذا السؤال في السؤال الأول قالهم نعم كان خطأ كان يجب أن أخبر رئيس لكن أنا دخلت في حالة مستعجلة جدا ويبدو أني عنده سرطان البروستات وكنت طبعا واحد يعني كأني أصبت بصدمة سمعت أني عندي سرطان كثير من هؤلاء اللي يكون عندهم النفوذ وعندهم السلطان ينسون أحيانا أنهم بشر وأنهم قد يمرضون وسيموتون حتما وينسوا لأن في خضم النفوذ والسلطان وأولئك الذين يقدمون لك التحية ويقدمون لك الخضوع ويقدمون لك الامتيازات ويقدمون لك تخرج من إنسانيتك إذا لم يكن لديك إيمان تخرج من إنسانيتك إلى حالة أخرى تعتقد فيها طبعا تعتقد خطأا سرابا أنك فوق البشر أنك فوق البشر هذه تحدث لبعض الناس خاصة لديهم النرجسية لا يعتقد أن هذا الوزير عنده نرجسية لكن عنده نفوذ كبير وزير دفاع أمريكا ومش وزير دفاع أو شنغريحة أنت تشوفوا يتصرف كإله ووزير دفاع أمريكا المفروض رأه إذا قسناه بشنغريحة راح يتصرف كمش كإله الآلهة كلها يعني وتعالى الله عز وجل علوة كبيرة فطبعا كان متواضعا في ردوده قال لهم أنا لما كنت أوقع لكن صدمت ولكن نشوف الصحافة الأمريكية ما خلتش فيه صحفي الأمريكين يروحوا يقول له وعلاه ما خبرتش الرأي العام الأمريكي وعلاه خبيت علينا بل يراك مريض طيب يقدر يقول له توش دخلك أنا وزير وأنا مرضت وتخلت للمستشفى يعني تعالش تسأل فيه لا ما يقدرش يقول له هذا الكلام لأنه شوف هذه الدول الغربية باش نتفخوا مرات الناس ما يميزوش بين شيئين اثنين ما يميزوش ما بين العقلية الغربية الاستعمارية خارج دول الغرب خارج دول الغرب السياسة الخارجية السياسة الغربية عموما لأغلبية الدول الغربية مش كلها لكن لأغلبية هي سياسة قبيحة جدا هي سياسة استعلائية استعمارية عنصرية قبيحة قاتلة كانت وما تزال في خلالها 300-400 سنة منذ أن أصبح الغرب هو المهيمن على هذا العالم سياسة داخلية لا مختلف الأمر سياسة داخلية صحفي يقدر يمسح للرض برئيس الدولة الوزير الأول وزير الدفاع وزير الداخلي وما بكاش حاجة أنت ما نرتش عليك وانت عارك تلعب وانت عارك ندخلك للحبس ولا نبعث لك البوليسية ولا نبعث لك وحديت ضربك ما بكاش هذه يعني نتخدم عليهم القيامة إذن هم في بلدانهم يمارسون فيما بينهم وحتى الناس اللي ساكنين هنا نحن أنا ساكنين هنا وعيشي هنا نستفيد من العدل الموجود في هذه البلدان نستفيد من احترام كرامة الإنسان اللي موجود في هذه البلدان نستفيد من أنه ما يجوش يدخلوا لك يكسروا لكلباء في أي وقت أو يعتقلوك في أي وقت حدثت أحيانا ومسط بعض المسلمين لكن هي الاستثناء مش القاعدة يعني القاعدة هنا دولة قانون والقانون على الجميع بما فيهم على الأمراء اللي ما عندهم السلطة لكن يتطبق عليهم القانون أما الوزراء ورئيس الوزراء والمدراء الكبار وقادة الشرطة الكبار هؤلاء مش فقط يتطبق عليهم القانون يتطبق عليهم القانون بصرامة إضافية لأنهم يقولون أنتم لازم تكونوا المثال القدوة وزيرة الداخلية هذه اللي كانت هنا وهي واحدة من أتعس وزارة الداخلية في تاريخ بريطانيا ولما بدأت تظهر عنصريتها خاصة ضد المسلمين وهي في الأصل هندية تحولت إلى اليهودية ومتزوجة من يهودي صهيوني عندما بدأت تظهر عنصريتها خاصة لما بدأت الأحداث في غزة وبدأت توحش الصهيوني في غزة سكتولها شوي سكتولها شوي لكن لما وصلت إلى حد معين قامت القيام عليها في الصحافة وأسقطوها وطالبوا رئيس الوزراء بإسقاطها وإلا سيخوضون ضد حرب كثير من الصحافة هنا وكثير من المؤثرين وكثير فأسقطها وكانت قوية جدا كانت هي التي ستخلف هذا رئيس الوزراء الهندي هو أصلا أيضا مؤسس الهندية أي أنهم في بلدانهم يسعون إلى تحقيق العدل أو على الأقل يختربون منه تطبيق القانون صحيح فيها فرقات اقتصادية كبيرة وهذا موجود لكن لا يوجد واحد يموت من الجوع لا يوجد واحد يموت من البرد لا يوجد واحد يموت لا يوجد دواء لا يوجد أحيانا تحدث حالات معينة لكن هذا في الغالب للهامشيين يعني اللي ما يبقوش في مكان يكونوا تحولوا إلى دروك تحولوا إلى ومرات حدثت وينلقوا مثلا بعض الناس اللي هما رتايرد يعني الناس اللي ناس كبار وما خصهم الغاز والمسؤول الاجتماعي ولا ما بتفكر هومش أو تقوم القيامة هنا سياسة الداخلية شيء وهي في المجمل سياسات مش في الأخلاق والقيم هذا شيء آخر نقاش آخر لكن في السياسات في المجمل مقبولة ومقبولة جدا سياسة الخارجية سياسة استعمالية استيطانية عنصرية في الغالب لأنهم ينظرون كي ينظر عن بعض الصانعي هذه السياسات أنا هم أعلى هم الآخرين يعني قال أنا خير منه قال لما لم تسجد لما أمرتك إذ أمرتك قال أنا خير منه عقلية الشيطانية الإبليسية دائما ترى أنها هو خير من الآخرين ولذلك هذا في الإسلام شيء يقرعه ويوبخه الإسلام بشكل كبير جدا إلى درجة النجاة قال لك أن أحسن واحد فيكم هو أتقاكم والتقوى ها هنا بمعنى ما يعرف حتى واحد ليس أحسن واحد فيكم معنى أطول اللحية أو الذي لديه نصف الساق أو الذي لديه مكحل عيني طول الوقت أو ليس هذا هو أحسن واحد فيكم لأن بعض الناس يحب يقدموا يقدموا الصورة أحسن واحد فيكم هو هذه المظاهر أو هذا من شعار فن الصوفي للناس يبصول يديه ورجليه أو يعني كان بعض الناس ينتفخون لا الإسلام قال لك إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وفي الحديث النبوي الشريف التقوى هنا في القلب يعني نعود إلى ما كنت نقول إليه نعود إلى وزير الدفاع راني مرة مرة نخرج شوية على الموضوع لكن هو مرتبط مع بعضه إذن بعد ما قرعوه وشدوا عليه في قضية أنك ما خبرتش رأي العام الأمريكي قلت للمستشفى بدون أن تخبرنا رحولوا للموضوع كيف ستردون على الهجوم على الهجوم اللي وراه إيران واللي أدى إلى مقتل ثلاثة أمريكيين وهذه أول مرة يقتل فيها أمريكيين في هجومات من جهات إيرانية الأشهر الأخيرة على الأقل فقالهم سنرد على فترة طويلة قد تمتد لأسابيع وسيكون رد متدرج سنضرب هنا ونضرب هنا ونضرب هنا ونضرب سنضرب في عدة أماكن وأشار إلى أنه سيضرب في العراق وفي سوريا وفي اليمن هذه الدول كلها تخضع لنفوذ كبير نفوذ إيراني كبير إذن خاصة سوريا لكن العراق أيضا ثم تأتي اليمن تلاحظون أنه استبعد لبنان بالرغم أن أيضا إيران لديها نفوذ هائل في لبنان عن طريق حزب الله لكنه استبعد لبنان لأنه أصلا هو يريد أن يقنع الإسرائيلي باش ما يدخلش في حرب مع حزب الله لأنهم يخشون أن حرب إسرائيلية مع حزب الله تؤدي لتوسع الحرب والولايات المتحدة منذ اللحظة الأولى وضعت سراتيجيتها بأنها لا تريد لهذه الحرب أن تتوسع بمعنى لا تريد لأي طرف آخر أن يتدخل والصهاينة يذبحون في غزر هذه هي بالمعنى الدقيق وقد أرسلت حاملات طائرات والغواصات والبورج الحربية ودارت حالة تخوف تخويف شديد لكنها سترد في هذه البلدان ثلاثة ويبدو كما قلت أنه قبل ساعة بدأ هذا الرد لكن تلاحظوا وهنا يدخل تحليلي أكثر تلاحظوا ثلاث ملاحظات والأربعة الملاحظة الأولى أن الرد الأمريكي جاء الآن بعد أسبوع أو أكثر ولماذا أخذوا طول هذا الوقت في الحقيقة أخذوا طول هذا الوقت لأنهم يريدون أن يقول للإيرانيين روحوا بتعدوا خرجوا مستشاريكم خرجوا كبار جنرالاتكم من الأماكن اللي راكم معارفين نحن نضربوها وبالفعل بدأت إيران في سحب بعض كبار قادتها المتوجدين في الأماكن التي يعتقد أن الولايات المتحدة ستقوم بضربها مش عارفين إذا الأمريكان أخبروا الإيرانيين لا ماكن يضربوها ولا لا لكن أعطاهم وقت بشي غادر وخرجت معلومات حتى من طهران تقول أن أعداد معتبرة من المستشاري من كبار مستشاري يعني كبار قادة الإيرانيين المتواجدين في هذه البلدان الثلاثة غادروا عادوا إلى إيران وبعضهم غادر تلك المناطق إلى مناطق أخرى وهذا يدخل في إطار أن الولايات المتحدة لا تريد حرب مع إيران لماذا؟ لأنها تعرف أن حرب مع إيران صحيح الولايات المتحدة تستطيع أن تسحق إيران لديها أسلحة حائلة لكن إيران لديها القدرة على الرد والولايات المتحدة لا تتحمل لا تتحمل الرد عند عشرات الألاف من الجنود في قطر في الكويت في السعودية في الإمارات في عمان في البحرين في إسرائيل في مصر وفي جيبوتي في كل الدول المحيطة عندها إذن عشرات الألاف وبورج حربية وحاملة طائرات وإيران لديها القدرة الساروخية على ضرب على الأقل أجزاء كبيرة من هذه النقطة الثانية التي تلاحظوها أن الولايات المتحدة سيتبعون طريقة الرد المتدرج واللي على مدى واسع طويل ربما يأخذ أسابيع لماذا؟ لأنهم يريدون أن يجعلوا هذه المنظمات برغم أن حزب الله العراقي خرج وقال أنه هو خلاص سيتوقف عن مهاجمة الأمريكان وهذا خدمة لمصالح العراقي لآخره لكن الولايات المتحدة تقتنمها فرصة الآن باشتضع هذه المجموعات بدل أن تكون كانت هي في الهجوم تصبح في حالة دفاع وفي حالة ترقب وخوف متى يأتي الرد وهذا بالنسبة للولايات المتحدة مفيد بحيث أنها تخلي الطرف الآخر في حالة ارتباك أو في حالة توطر في انتظار الضربات اللي قالوا أنها ستستمر لأسابيع الأمر الثالث أن هذا يفتح مجال تفاوض ما بين إيران والولايات المتحدة بمعنى أن الولايات المتحدة ستطلب مطالب محددة من إيران واحد من ثلاثة وينتظرون من إيران أن تقبل تلك الطلبات فإن لم تقبل فالولايات المتحدة تقول لك أنني نضرب وأنني نرد على الضربة على مقتل الثلاثة هؤلاء إذن فحسبوها مليح الأمريكان لكن أمام العالم الخارجي وأمام خصوم الإدارة الأمريكية في الولايات المتحدة تظهر الولايات المتحدة ضعيفة اللهم إلا إذا أقدمت على ضربات مثلا قتلت فيها لأنهم بالنسبة لهم يقتل جندي أمريكي المعدل أن يقتلوا أمامه ما بين 100 إلى 150 إذا أقدموا على قصف هائل أدى إلى مقتل العشرات أو المئات الإبان آنذاك بأن أمريكا رهي ما زالت تلك القوة المرعبة التي ترهب الجميع سنرى لكن لست لا أتوقع أنهم سيذهبون في ضربات تقتل المئات وربما سيكتفون بضربتين ثلاثة لمدة أسبوع أو عشرة أيام في انتظار أن يحلوا بعض المشاكل العالقة مع إيران وما دائما مع إيران أحيانا المشاكل التالي يحلوها بالمناوشات وليس بالدبلوماسية الدبلوماسية تدخل من الخلف فقط فيما بعد واللي يلعب دور الوسيط في الغالب هما عمان وقطر ما بين الأمريكان والإيرانيين هذا تعليقا على القصف لبدأ هذه الليلة ضد مواقع لجماعات تابعة لإيران بدأت بسوريا واعتقد أنها أيضا مست العراق عودة إلى القضية الرئيسية غزة التي ما زالت ما زالت صهاينا يخضون ضدها حربا شاملة قاتلة متوحشة بربرية قل لها نظير كما قالت أكثر الجهات حتى الغربية قالوا بأن لحد الآن كما تعرفون تجاوز القنابل التي ألقيت على غزة صغيرة هذه غزة صغيرة اللي قلنا المرة الماضية أنها أن الجزائر فيها أكثر من سبعالاف ومئة وثمانين غزة تقريب سبعالاف ومئتين غزة لك أن نجيب هذه الغزة ونجو غزة اللي في الفلسطين ونجو نعضوها في التراب الجزائري يخرجون منها سبعالاف تقريبا سبعالاف ومئتين غزة هذه غزة صغيرة جدا التي لا تكاد ترى على الخارطة ألقي عليها حتى الآن أكثر من مئة ألف طن مئة ألف طن وكل ألف طن هو مليون كيلوغرام بمعنى ألقي عليها أكثر من مئة مليون كيلوغرام من البارود البارود الحقيقي المتفجر شديد التفجر يعني شيء قل له نظير لم يسبق في تاريخ البشرية أن ألقي هذا الكم من المتفجرات من القنابل والسواريخ على مساحة بهذا الصغر غير مسبوك ولا على زمن بهذا القصر ما زال ما وصلناش 120 يوم غدا تكون 120 يوم أو بعد غدا لم يسبق في التاريخ لم يسبق في التاريخ أن سحقت مدن كما تسحق مدن غزة اليوم وقرها ضمن المساحة الصغيرة والزمن القصير حدثت مثلا لألمانيا أكثر من ذلك لكن على مدى خمس سنوات من الحرب حدثت مثلا ضد اليابان العدد قتلى في القنبلتين النوويتين فقط أكثر من عدد قتلى نحسبهم شهداء إن شاء الله لغزة ولكن على فترة سنوات وهنا نتكلم على بلد بلد مساحة 300 ألف كرابات المربع إلى آخرها بمعنى نحن نتحدث هنا على قصر المساحة وقصر الزمن ومن جيش يعتبر من أقوى الجيوش على الأقل من أقوى 10 جيوش وبعض المرات يحطوه من أقوى 5 جيوش في بعض المجالات خاصة في المجال التكنولوجي مع ذلك يستمر يستمر لكن الحديث الحديث هذه الأربعة أيام الأخيرة وفي الساعات الأخيرة كان كثيرا على قضية الصفقة صفقة التبادل لو جينا لصفقة التبادل نجد أنها الآن الدور يقولون من أن إذا صدقنا المسؤولين القطرين أمس قالوا من أن إسرائيل وافقت على المقترحات والآن الرد يبقى عند قادة حمس ولحد الآن هذا الكلام عنده الآن حوالي 30 ساعة لحد الآن لم يصدر موافقة من قادة المقاومة هل لأنه مازال فيه نقاش يدور بين كبار القادة ونحن نعرف أن بعضهم يقاتل في غزة وبعضهم موجود في قطر وبعضهم يتحرك ما بين قطر ومصر وحيالا تركيا إلى آخره أم أن هناك رفض أن هناك مجموعة ترفض ومجموعة تقبل مثلا لا نعرف في الحقيقة لا نعرف ولا أحد يعرف في الحقيقة إنما هو التحليل والتحليل نحن نعرفه أن قادة هذه الحركة ظهروا دائما أن لديهم صوت واحد في الأخير صحيح تسرابينات النقاشات وقد تصل إلى بعض الخلافات في الرأي ولكنهم في النهاية دائما يخرجوا برأي واحد وهذا نابع من التربية التي ربوا ربوا عليه وهي تربية شورية بعبارة أخرى ديمقراطية إذا شئنا وهذا نابع طبعا يعود الأربعين سنة لربهم ولي ربهم فيهم وخاصة الشيخ حمد ياسين وغيره ولذلك يناقشون وقد يتجادلون وقد يكون عندهم أراء بالغة الاختلاف ولكن ينتهون برأي واحد أو رأي الأغلبية أعتقد أن عندهم هذا أعتقد أنهم مشيين أننا في بعض القضايا يمشوا بقضايا هذا تحليل يمشوا فيها بالإجماع وفي بعض القضايا يمشوا فيها بالتوافق أو بالأغلبية إذن الاحتمال الكبير أنهم سيخرجون برد والاحتمال الكبير أن الرد سيكون إيجابي إذا ما توفر على أهم الشروط لن يقبل الكاين الصهيوني كل شروطهم كما هم لما يقبلوا كل شروط الكاين الصهيوني في المفاوضات دائما يقع تنازلات من هنا وهناك لكن كل طرف يقول لك هذا خط أحمر هذا ما تنازلش فيه مثلا هذا المجرم نتنياهو ومن معه يقولوا أن ما فيش يطلق النار وقف يطلق النار هذا ما يكونش نعم تكون هدنة لكن ما فيش وقف نهائي لطلق النار لكن الأمريكان والإيرامي دوروا هالهم يقول لهم وقفوا وفقوا على هدنة وبعدين سنرى لأن هذه الهدنة ممكن تتوسع لأن أمريكا الآن أصبحت هي من مصلحتها وقفة لطلق النار تخيلوا البلاد المتحدة التي كانت ترفض لطلق النار حتى الأسبوع الماضي وصلت الآن إلى قناعة بأن وقفة لطلق النار هو الحل لماذا؟ لأن بعد ما يقرب يعني وصلوا إلى قناعة هذه الأسبوع الماضي يعني بعد مرور 110 أيام وجدوا بأنه خلاص هذا المومنتوم الزخم تعال جيش الإسرائيل يتقدم فيه ويصل إلى المستشفيات يحتلها خدش هذا وكش كان يحتل يحتل المستشفيات يحتل المستشفيات يقتل هنا يفجر هناك ألقى القبض على الآلاف منها الغزة بعض منهم قالوا أنهم مقاومين انتهى هذا الزخم لأنه لم يحقق أهم ثاني هدف وهو تحرير الرهائم ولم يحقق أهم هدف وهو القضاء العسكري الاستئصال للمقاومة ووصلوا إلى قناع أخرى أنه حتى لو الكيال الإسرائيلي هذا بقى أشهر إضافية فلن يحقق هذه الهدفين لهم أهم هدفين للحرب نعم يستطيع الجيش هذا أن يكمل الضمار قتل الفلسطينيين تجويحهم تعطيشهم تدمير أحياءهم قتل حيواناتهم لا يجدون ما يأكلون هذا يستطيعون لكن هذا لم يعود مناسب للولايات المتحدة هذا أصبح مضر خاصة بعد قرار محكمة العدل الدولية التي دعت بصريح العبارة في مجموعة التدابير إلى إدخال الغذاء وإدخال كل ما تحتاجه غزة وإلى بكثير من الاحتياط عدم القيام بأعمال إجرامية تصل إلى الإبادة وإلى آخره ثم أن الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية وجدت أن لديها قلاق الكبيرة كثير من الأمريكيين يتهجمون على المسؤولين الأمريكيين بما فيهم بايدن بما فيهم رئيس النائب التاعو أصبح أين يذهب المسؤولين الأمريكيين في الولايات المتحدة تقريبا خاصة كبار المسؤولين يقابلهم أمريكيون غاضبون يفسدون عليهم مجالسهم أو مؤتمراتهم أو لقاءاتهم أو حديثهم أو جمع التبرعات يفسدون عليهم كل شيء مرات يلاحقونهم في بيوتهم في مكاتبهم في القطارات فأصبحت حياة كثير من المسؤولين في الإدارة الأمريكية جحيم بل حتى بعض الكونغرسمان بعض النواب قبل أربعة أيام حاصر حاصر نساء بضعة نساء حاصرنا الفيلوسي وفيلوسي هذه كانت رقم ثلاثة كانت هي رئيس النواب مجلس النواب قبل أن يأتي الآن مكانها جمهوري حاصروا بشدة إلى درجة أنها خرجت من الأدب اللي متعودين عليه اللي متربينا ومعلفينهم وقاتلهم رحوا للصين هل جايين نهنا رحوا للصين الصين انتم ما حابين انتم ما رأكم شخص مع الصينيين تهمتهم وكانهم عملاء للصين لأنهم جايوا حدثوا على غزة وهذا يوري لك العقل المسؤولين الأمريكيين الآن بدأوا يقول عندهم هاجس رهيب ولكي يفسدون الموضوع يقولوا الصين هذه الصين هذه الصين هي اللي رهي وكان الصين مع غزة الصين مستفيدة من غزة لكن الصين لن تدعم غزة الصين لن تدعم غزة الصين فقط توجه الأمور في طريق إغراق أمريكا في غزة وهذا دبونغير كما يقال من بين الأسباب الأخرى أيضا وجدنا القلاقة الكبرى في الجامعات الأمريكية انقسامات هائلة جامعة هارفارد وهي من أفضل جامعات عالمية وليس فقط الأمريكية دائما من الخمسة الأوائل أحد الكبار الممولين لها قال هم مدلهم خمسمائة مليون دولار في السنة نصف مليار دولار في السنة قطعوا عليهم رئيسة الجامعة تمت الإطاحة بها رئيس جامعة أخرى تمت الإطاحة بها الجامعات وجدت نفسها ما بين شباب طلابي غاضب من هذا التوحش البربري الصهيوني المدعوم أمريكياً وما بين أصحاب أرباب الأعمال والأموال واللغبيات التي هي تحت النفوذ أو هي جزء من اللغبيات الصهيونية فالجامعات الأمريكية الأشور هذه كلها قلاق غير مسبوقة والحقيقة ليس فقط الجامعات الأمريكية كثير من مجالس المدن كثير من البرلمانات المحلية تعرفوا هذه الولايات المتحدة كل ولاية يعني كل دولة هي عندها برلمانها المحلي فانقسمات احتجاجات وصلوا إلى أن مثلاً في ميشيغن المرة الماضية شفنا كيف أن زعماء الجالية العربية والإسلامية في ميشيغن وهي واحدة من الولايات المتأرجحة أي من سبعة أثمان ولايات التي تحسن الانتخابات رفضوا لقاء بايدن رفضوا لقاء بايدن إذن الوضع متوتر جداً هناك نقبيون منعوا منعوا تحميل البواخر الآن الأمس كان فيه إضرب عن الطعام لموظفين في الإدارة الأمريكية موظفي إحدى الإدارات المهمة اللي يسمىها USED اللي هي المساعدات الخارجية هذه الوكالة الأمريكية المساعدات الخارجية في معركة كبيرة مع المديرة ويتهمونها بأنها أميل إلى إسرائيل وإلى الصهاينة والغريف الأمر أنها بروفيسيرة في الإبادة الجماعية يعني في في علم الإبادة الجماعية إذا شئنا كل هذه القلاقل وقلاقل أخرى كثيرة تجعل الولايات المتحدة ترى إضافة إلى القلاقل على صورتها الخارجية المستوى العالمي حلفاءها اللي سندوا أيضا إسرائيل هنا في بريطانيا أيضا مسؤولين بريطانيين تعرضوا لكثير من الاحتجاجات والانتقادات لتصل أحيانا إلى الشتائم وأحزاب مثل حزب العمان هنا تعرض لكثير من الشقاقات رئيس وزراء كندا كثير من المرات شتموه الكنديين حاصروه داخل المطعم أو داخل مكاتب أو داخل اللقاءات وهذا حدث كما قلنا للأغلبية من المسؤولين ربما لا يحدث كثيرا في فرنسا أو ألمانيا لكن في الحقيقة في دول أنجلوسكسونية الأمور سيئة جدا بالنسبة للمسؤولين وغزة سيئة جدا بالنسبة إليهم حتى فرنسا رح نشوفه الآن وش يقول أحد الفرنسيين وضع عالمي شبه انتفاضة عالمية ضد هذه الحرب توترات داخل الولايات المتحدة انقسامات في الحزب الجمهوري إسرائيل كيان هذا المتوحش لم يحقق شيء بعد 118 يوم اليوم اللهم إلا القتل والضمار المقاومة ما زالت ترسل سواريخة حتى قبل ثلاث أيام ترسل سواريخة إلى المدن الصغيونية قبل قليل فقد جاء فيه خبر أن هناك أعداد من الجنود الإسرائيليين تم القضاء عليهم والمعارك ما جاءت مشتدة بضراوة الأماكن التي تقول إسرائيل أنها قضت عليها وقضت على المقاومة فيها وأنها ذهبت من الشمال إلى الوسط ثم من الوسط إلى الجنوب الآن المعارك أكثرها في الشمال بمعنى أنه عادت المقاومة ونظمت أنفسها وهي تقوم بضربات هائلة إذن لا انتصار عسكري تحقق لا استرجاع للرهائن أحياء تحقق لا القضاء على قادة حماس والمقاومة يخرجوا في دين عالم أبيض ويجيبوا بعض الأسماء ويصوروهم تحقق لما يتحقق شيء إنما الذي تحقق هو مزيد من القتل للمدنيين والتجويع وهذه الصورة تؤلم الضمير العالمي إجمالا كثير من الجهات الغربية الإعلامية بدأت تغير بالمناسبة وبدأت تتحدث على أن هناك أشياء فضيعة آه نهار لي يدخلوا ويشوفوا ذلك الركام ونعتبره أعظم ركام في التاريخ تحت ذاك الركام يرقد الآن آلاف يرقدون أمواتا شهداء بابن الله آلاف من النساء والرجال والأطفال وركام غير مسبوق بالنسبة للمساحة والمكان والزمان وعندما يراه العالم وسيراه لأن هذه الحرب على أبواب أن تتوقف على كل حال وسيدخل صحفيين وسيدخل الطائرات بدون طيار وسيكون الإنسان ناس قادرة تتحرك وسيرون ذلك سيشكل صدمة للكثيرين لمازالوا مش عارفين أو مش شايفين الصورة كاملة خاصة داخل بعض الجهات الغربية والإعلام العربي ذاك أعظم ركام ربما شاهدته البشرية في تاريخها كله صمود أسطوري ثبات أسطوري ليس من المقاومين فحسب بل من الشعب صحيح نراهم وهم جوعة ويحملون أوانيهم باش يأكلوا كاش ما يلقوا شربة أو يلقوا حاجة هذا شيء طبيعي الإنسان ولكن تسمع حتى أطفالهم كنت نستمع إلى مقطع في بيديو صغير لأطفال فلسطينيين يقول له يسألوا المتحدث معاً يسجل يقول له رك أمام الحدد المصرية ليش ما تروحش للمصر يقول له يا لاطيف يا لاطيف روح للمصر يا لاطيف يقول له تفضل هنا يقول له نفضل نبه هنا ونموت هنا سورة مصر بائسة جداً حتى عند الأطفال بائسة جداً صمود أسطوري والحقيقة قلتها من قبل وأكررها اللي ما يتعلمش من غزة من كافة الاتجاهات في الثبات في الصمود في القدرة على التحمل في عدم الصراخ وكأن الواحد يحمل مسؤولية لله سبحانه وتعالى إلى آخره نعرفه ناس مرات ما نعرفنا يكون يمشي أو يسمع أن ابنه مثلاً در حادث در حادث بالموت وممكن ابنه هو الغالطة ويبدأ يقول يا ربي علش درت لي هكذا يا ربي علش درت لي هكذا وانزعاج وهذا طبعاً هذا شيء بائس جداً بالنسبة للواحد يعتبر رحو مسلم أو مؤمن لأن هذا وكأنك تستنكر على الله وكأنك تزعف منه وكأنك تغضب منه أنه دار لك تتشوف أهل غزة نصف الأسرة ردمت تلقى خارج ما زال تراب على عينه ويقول حسبي الله ونعمل هو كيد اللهم لك الحمد ولك الشكر نين هذا البشر ومش بشر استثنائيين هذوم تربية تربية فقط تم تربيتهم بأسس صحيحة تستند إلى الحق تستند إلى الإيمان تستند إلى الصبر تستند إلى مجموعة من المقومات اللي هي كلها عندنا نحن نعرفها في النظري لكن في العملي ما نفقده عقولنا كي الناس مرات ما نعرف أنا يسمع باللي زوجته مثلا ما أو خلينا نقوله زوجته كي اللي حبي يتخلص من زوجته ابنه مثلا مصو سرطان يخرج من دينه ويكاد يكفر واحد تردوه من العمل مثلا على هي ربي درت لي هكذا وعليها درت لي هكذا وشوف أهل غزة ونص الأسرة ميتة كم أثر فيها مرأة مرأة وهي تبكي على ابنها قالت انتظرت خمسة عشر سنة خمسة عشر سنة حتى أنجبه وكان ابنها الوحيد كانت باينة أن عمرها هي في الأربعينات أو يزيد ربما الخمسينات فكانت متألمة لكن صراحة وأنا متألم نسمع لها كنت ننتظر أنها تنزعش نسمع منها كلمة يا ربي عليش درت لي هكذا يا ربي عليش أخذته يا ربي استرجعت وقالت الحمد لله شهيد بإذن الله شيء عظيم شيء عظيم هذا يعود للتربية ومرة كنت نتحدث مع واحد قلت له نعود للتربية قال لي قلنا لكم قال لي قلنا لكم قال لي المجتمعات هي تربية قلت له احنا ما نختلفوش معاكم هنالمجتمعات هي تربية طبعا لكن السؤال مطروح هو هل أنت تربي والمجتمع معاك يربي والسلطة تربي أم أن تكون هناك في المجتمع مثلا تكون أسرة ربي أو المدرسة أو المسجد نفترضه وعندك سلطة تهدم كأين واحد بيت الشعر ما نش حافظه الآن لكن خلاصه يقول لك يقول لك متى يكتمل البناء إذا كنت أنت تبني وهناك ألف هادم نعم كل شيء يبدأ ب كل نهضة تبدأ بنهضة أخلاقية والتربية أخلاقية قبل كل شيء لكن لا يكتمل بناء إذا كان المجتمع ربي والدولة تهدم إذا كان الأسرة ربي والسلطة تهدم إذا كان المدارس تتحول إلى هدم وليس إلى تعليم وتربية وإنما إلى إفساد التربية والمساجد تتحول إلى تقديس الطغاة والنوادي الثقافية تتحول إلى نوادي فجور وفساد وشوارعنا تمتلئ بالمخدرات مع أن البلاد تقريبا كما كوريا الشمالية إذا تربية نعم لكن أحيانا مش عندك خيار ما بين تبدأ في إصلاح المجتمع وراه عندك سلطة جيدة تعاون وانت رح تخيرت أنك تقول لا نبدل السلطة قبل لا الناس لي يقولوا يجب أن نفور على هؤلاء الحكام المجرمين لأن هؤلاء الحكام أصبحوا خطر على الشعوب وعلى الأوطان وعلى المجتمعات وعلى الأسرة وعلى المدرسة وعلى المجتمع وعلى الجامعة وعلى المستشفى أصبحوا كبار لصوص كبار ناهيبين من أين تدخل المخدرات من يدخلها في الجزائر الأغلبية العظمى يدخلها قادة في الدرك في الجيش في الشرطة وعندهم أذنابهم وأتباحهم هذون هم اللي يسمحوا ببيع طرقان ويدخل من يسمح بها في شهادته بن ويرا يقول أن شنغريحة كان هو المشرف العام على السماح يسمح شنغريحة ما يتعاملش مع رجال المخدرات عندهم اللي يتعامل معاهم بإدخال المخدرات التي تجي من الغرب أو من الجنوب الغربي كان في ناحية العسكرية الثالثة إذن نعم التربية هي الأصل لكن بشر أن لا تكون الدولة تهدي من المجتمع فإذا كانت الدولة في يد عصابات تهدي من المجتمع فيجب أن تحرر الدولة أولا من الأسر فتصبح في خدمة المجتمع فتستطيع أنت أن تربي أو غيرك والحقيقة يومها الجميع يدخل في عملية التربية الدولة تربي المجتمع يربي الأسرة تربي المسجد يربي المدرسة تربي النوادي تربي ثقافية ورياضية والكشافية تربي كلها تربي حتى التنظيمات السياسية والاجتماعية تربي وانظر إلى هذه التنظيمات السياسية والاجتماعية اليوم ماذا تحولت وانظر إليها إذا عندك ديارس تهدم كل شيء وتأتيك بحثالة الحثالة تضعهم على رأس الأحزاب والتنظيمات والمجتمع المدني والولات والوزراء أين تنظي؟ يبدو أن يخرج من الموضوع لا ما خرج في الحقيقة إنما لأني قلت أن مدرسة اليوم غزة مدرسة ولماذا هذه المدرسة؟ لم يوجد حاكم عربي لم يوجد طاغية شوفوا إن كان طاغية مع أنه سلطة بسيطة جدا سلطة عباس في الضفة الغربية الوضع سيء جدا في الضفة الغربية لأن هناك سلطة في غزة لم تكن هناك سلطة يعني صح كانت تديرها حماس لكن منتخذ من طرف الشعب هم أعظم الشعب وجزء من الشعب يعني لم يكنوا بمفهوم دولة أو بتفكير دولة كانوا يفكروا بتفكير مقاومة تسعى إلى تحرير الأرض والإنسان لكن أين هي الدول الدول هي الأصل هذا لا يعني أن لازم تخلى على دولنا لا لكن دولنا أسيرة دولنا أسيرة كل دولنا في كل المنطقة لكن الأسر انتاحها درجات كين وين تكون أسيرة نهائيا كسيحة نهائيا وتحكمها عبارة عن ميليشيات وهذا وضع في الجزائر وفي مصر بشكل خاص وكين وين تكون أسيرة ولكن فيها شوية حركة هنا حرية هنا نوع يعني نوع من الأنواع باش نعود إلى نعود إلى قضية الصفقة إذن الصفقة في الحقيقة لم تتم لحد الآن قد يعلن عنها في الساعات القادمة ممكن غدا ممكن بعد غدا ممكن لكن كين جيهات داخل الكعية الإسرائيلي هي اللي تريد أن تفصل مثلا خرج نتنياهو أمس قامت عليه القيامة في إسرائيل لأنه خرج ودار شروط جديدة فالناس قالوا هذا راه يتلعب الحقيقة نتنياهو لا يريد أن يصل إلى صفقة لا يريد ماذا يريد نتنياهو يريد أن تستمر الحرب لماذا لأن نهاية الحرب هي نهايته هو يعرف أن حتى هذه الصفقة الاحتمال الكبير الهدنة تكون فيها 45 يوم بالمناسبة النقاط المطروحة فيها أن يكون وقف اطلاق النار لمدة 45 يوم أن يطلق 35 إسرائيلي ومقابله يطلق بضعة مئات من الفلسطينيين كالحديث في البداية على أن يطلق من قابل كل إسرائيلي 100 فلسطين 35 يقابلهم 3500 يبدو أنه صهاينا تراجعوا على هذه والآن يتحدثون ربما على واحد مقابل 20 إلى 30 لكن النقاش مازال مستمر أو على الأقل مناش عارفين وين وصلوا وأن يتم اطلاق أيضا من كافة التنظيمات في حديث على اطلاق مروان البرغوثي وسعدات لكن هذا مش أكيد لكن عموما نتنياهو لا يريد صفقة نتنياهو لولا ضغوطات من خمس جهات أول جهة هم أهالي الأسرق ثاني جهة هي المعارضة التي ترى أن نتنياهو لن يربح هذه الحرب وهو يغرق إسرائيل فتريد أن تنهي هذه الحرب وبسفقة ولو سيئة ولو بخسارة ثالث جهة هي الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى بأن طول الحرب أصبحت ضرر ولم فقدت زخمها وتتحول الآن هذه الحرب إلى متاعب وقد تتحول إلى أكثر من متاعب للولايات المتحدة الجهة الرابعة التي تضغط أيضا هي الدول الغربية الأخرى لكلها وصلت القناعة بأن إسرائيل لن تحقق انتصارا واضح والجهة الخامسة الأخرى هي ديب ستيت دولة العميقة دخل الكيل الإسرائيلي لترى بأن نتنياهو خطر على إسرائيل ويجب أن يرحل فهذه الجهات كلها تضغط عليه لكن من الجهة الأخرى عنده جهتين أو ثلاثة يضغط عليه اتجاه المعاكس جزء من ناخبيه في الليكوت ومن وزراءه اللي معاه في الحزم وسموتريتش بنخفير ومن شابههم اللي هم الشركاء معاه في الحكومة هذا يضغط عليه افتجاه لهو يريده من وقفوش الحرب لكن أعتقد أن في النهاية سيوقفون الحرب وإلا فإن جماعة المعسكر الرسمي ليقودها غانس قالوا أنهم إذا لم يتم الموافقة على الصفقة في الأيام القادمة سينسحبون مجلس الحرب من الحكومة مما قد يؤدي لسقوط الحكومة إذن أوضاحهم ما هيش سهلة يعني حتى هما رأي أوضاحهم صعبة جدا يعني مش مش لعب اللي أيضا لا يريدوا نهاية الحرب وإن كانوا يعني عندهم كما نقول متيجيتد انستاندينج ولا بوزيشن اللي هي قادة الأجهزة الأمنية بما فيه موزير الدفاع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية كلهم سيطلب منهم الاستقالة كلهم سيستقلون مع نهاية الحرب وإذا خرجوا بدون انتصار واضح ولن يكون هذا الانتصار فهذا سيعني قد يؤثر على مستقبلهم لأن هؤلاء في الغالب لما يخرجوا من المناصب العسكرية والأمنية يذهبون إلى السياسة إلى التجارة إلى الاقتصاد إلى أشياء كثيرة فوضحهم سيكون صعب على أساس أنهم انهزموا لأنهم إذا لم ينتصروا معناها هزيمة في نهاية المطاف هؤلاء لا يريدون الحرب أن تتوقف لكنهم يعرفون أن قد يكون من مصلحة الكيان انتاحهم دولتهم إسرائيل انتاحهم أن تتوقف الحرب لأنهم لن يربحوها نعم يستطيعون قتل المزيد تجويع المزيد إضعاف المزيد تدمير المستشفيات تدمير الجامعات اليوم فيه تحقيق طويل كما هو الوقت نشوف إذا نتكلم فيه على قضية الجامعات دعنا نشوفوا جزء منها الجامعات واش تقول قبل ما نروحوا للجامعات كان خبر كان خبر يبدو ضريف لكن أيضا تبدو فيه قدرة المقاومة على مواجهة كل الظروف التي تستجد قد كتبت أحرانوت تدعوت أحرانوت وهي كما تعرفون جريدة صهيونية إسرائيلية كتبت عكس وحدة الكلاب المدربة في الجيش الإسرائيلي عكس هذه قالت فيه أن الكيان أن الجيش الإسرائيلي قالت أن الجيش الإسرائيلي يعاني مشكلة كبيرة كنا شفنا كلنا شفنا في الفيديوهات انتاحهم مرات الكيان الإسرائيلي يضع كلاب والكلاب انتاعوا يبقون عندهم كاميرات يدخلوا بهم مثلا إلى إلى الأنفاق واستطاعوا الكلاب أن يكتشفوا كثير من الأنفاق يضعون أيضا الكلاب ندربينهم على شم البارود فقبل ما يذهب الجنود أو ليدخلوا إلى مكان معين بحثوا الكلاب باش يفتشوا إذا كان هناك قنابل مخفية إلى آخره إلى آخره كان كلاب مدربة على اكتشاف البشر إذا فيه بشر أيضا فلعبت هذه الكلاب دور في البداية لكن يبدو أن المقاومة واجهتها يرباء يبدو أن كان عندها سلاح آخر على الأقل في بعض المناطق فش تقول الصحيفة قالت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير نشيرها يؤول أمس الأربعاء أن وزارة الدفاع الإسرائيلية بدأت حاليا تنفيذ عملية شراء كبيرة للكلاب مدربة من أوروبا للاستعانة بها في حرب غزة إثرى فشل وحدة عكس في تنفيذ مهامها بشكل جيد بسبب مهاجمتها من من؟ من مقاومين؟ لا مهاجمتها من قبل للكلاب الضخمة التي تستخدمها حركة حماس في الحرب وبحسب الصحيفة فإن مديرية المشتريات في وزارة الدفاع الإسرائيلية وجهة بتنفيذ عملية شراء من مورد الكلاب المدربين خاصة من سلالة المالينو في هولندا وألمانيا وأيضا من ما يسمى بالراعي الألماني الشيانبيرجي أعرفوه إحنا في الجزائر ضخم تجده يعني وتقول الصحيفة باختصار باش ما نضيعش الوقت فيها كثير إن قوات الجيش الإسرائيلية رأس دخل الأسابيع الأخيرة خاصة في أحياء الشيخ زايد والدرج والتفاح أن هناك كلاب ضخمة الحجم مقيدة بالحبال والسلاسل الطويلة داخل المنازل وفي ساحات المباني التي يرسل الجنود الكلاب إليها لإجراء تمشيط أولي وأضافت يضر الحديث عن أحداث غير عادية بحيث أن الكلاب لم تعد تقدر على العمل والتي يتم إرسالها إلى المكان للتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة أو مسلحين ينصبون كمين للجنود قالت أن كلاب وحدة عكس ماهرة حقا في تجاهل الضوضاء وطلقات الرصاص ووجود حيوانات أخرى مثل القطط والكلاب ولكن في مثل هذه المواقف قد تحاول كلاب غزة ضخمة مهاجمة كلاب الوحدة وبالتالي إعاقة عملها وبالفعل تم إعاقة عمل هذه الكلاب الصهيونية أو المدربة صهيونيا إسرائيليا من طرف الكلاب المدربة من طرف المقاومة وش يدير المقاومة؟ ما يطلقوش الكلاب انتاحه لأنه كون يطلقوهم ويجروا يشوفوهم الجنود يطلقون عليهم الرصاص فيقتلوهم يربطوهم في أماكن وين يتوقعوا أن الجنود صهيون سيصنون كلابهم إلى تلك الأماكن المباني باش يشوفوا إذا فيها متفجرات أو أسلحة أو مسلحين إلى آخر فهم يربطوا الكلاب داخل هذه المباني والمبنى قد يكون في 500 متر 600 متر مربع قد يكون من عدة طوابق إلى آخره لكن بأحبال طويلة بحيث تكون فيها مثلاً 100 متر بحيث أن الكلب يستطيع أن يدور في المئة متر المغلقة ولكنه ما يستطيعش يروح بعيدة بعد حتى لا يقتل وفي هذا المكان المغلق عندما يدخل الكلب الإسرائيلي أو المدرب إسرائيلياً بعبارة أدق الكلب هذا يرعبه وقد يخيفه وقد يأكله أيضاً قد يقتل مما أضعف الكتائب اللي تمشي بالكلاب واللي كانت لعبت دور كبير في البداية في تحقيق بعض الإنجازات فأضعفها بشدة هذا يعني أن المقاومة كانت مرتبع أمور حتى لهذه الأشياء على الأقل في بعض المناطق بالمناسبة هذه الكلاب تشترم بين 10.000 و 5.000 دولار عندما يكون عمارها 6 أشهر الكلاب اللي تربع عند الصهاينة ويقول لك تشتغل وتدرب 17 شهر وتشتغل ما بين 6 إلى 7 سنوات إذا ما تم الاعتناء بها وتحقق نتائج باهرة في كشف المخدرات في كشف الأسلحة المتفجرات إلى آخر إلى آخر إلا أن الكلاب اللي رباتها المقاومة ونتيجة لأنها أضخم ويبدو أنهم كانوا فاهمين وعارفين التفاصيل فأصبحت بالفعل تقاوم الكلاب الإسرائيلية من النقاط أيضاً من النقاط أيضاً ما كشفته هارتس جريت هارتس الإسرائيلية كشفت فضيحة كبيرة للكاين السهلوني هذه الفضيحة اسمعناها مقطعة لكن هي عمل التحقيق مطول سألخصو لكم لأنه شوية طويل وهو يتكلم على أن هناك منظمة يهودية تم تكليفها باسترداد الروفات البشرية تكليفها من طرف الجيش طرف غزر الدفاع باسترداد الروفات البشرية وأن هذه المنظمة تسمى كاز وهي منظمة تاع صهاينا متدينين متطرفين وعندهم هذا أو زاكا سوفي أفواً اسمهم زاكا فرع القدس هذه المنظمة تسمى زاكا وعندهم هذا فرع القدس اللي أشرف على العملية تقول هارتس أنها منظمة دينية أرثوذكسية متطرفة وأعضاؤها متطرفون وجابوا عليها قالوا بلي هذه المنظمة قامت بأعمال سيئة جدا وكانت المهمة انتاحة أنها تجمع الروفات تجمع الروفات المقتولي وكانوا يعتقدوا أن هؤلاء المقتولي كانوا يظنوا بلي تقريباً كلهم يهود فهي كانت تجمع الروفات لكن كانت تجمعهم بطريقة خاطئة مثلاً تضع أياد مجموعة أياد في ساك أو تضع أكثر من رأس في مكان كان المفروض أن تضع كل إنسان أو أكثر من جسد الإنسان اللي تجدوا في مكان معين في ساك وتأخذوا إلى باش تحاسب به ومقابل هذا تأخذ فلوس أمام عملها ويقومون بعملية الدفن فيما بعد ويحاولوا يخرجوا شكون هو بالديانا إلى آخر وهكذا ونكتشفوا في البداية كما تعرفون كانوا قالوا بلي قتل 1400 من الإسرائيلي لكن بعد حوالي شهر قالوا لا العدد هو 1200 لماذا؟ لأن 200 هذو قتلوا وجدوهم أيضاً قالوا هذو كانوا من المهاجمين من المسلحين الفلسطينيين لكن اكتشفوا أن هذه المنظمة نروحوا خاصة واللي كانت مديونة كان عندها ديون كبيرة أصبحوا الآن أصبحت دفعت ديونها وأصبحت حتى غنية هذه المنظمة مقارنة على وش كانت لأنها تلقى التبرعات قالوا كانوا يضخموا العملية وهذه المنظمة هي اللي قالت من أن وانتشرت آنذاك خلنا نشوفوا وش كانوا يقولوا القصص المفبركة يقول تحقيق هاريتس نشر حساب منظمة زاكا على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لأحد أفرادها وهو يبكي ويقول رأينا امرأة تبلغ من العمر ثلاثين عاماً وكانت مستلقية على الأرض في بركة كبيرة من الدماء تواجه الأرض لقد قلبناها من أجل وضعها في الحقيبة وأضاف كانت حاملاً وتوقف وتوقف التقاط أنفاسه هو هذا يعني دال لهم دراما كله يعني صور لهم تصور هو يتكلم صور لهم دراما تعمر ألقاوها كانت ثلاثين من العمر ألقاوها مقتولة وبعد يقول لك توقف في التقاط أنفاسه لأنه كان إيمي كان هكذا يريد أن يبكي كان متألم أم بعدش يقول لهم كانت معدتها منتفخة وكان الطفل لا يزال متصلاً بالحبل السري عندما تم طعنه أي أنها طعنت هي وطعن البيبي طعن الجنين داخل بطنها طبعاً صورة مؤلمة جداً هذه تسمع طعن جنين داخل بطن أمه تتألم جداً هذه القصص التي انتشرت في البداية بالمناسبة وتم إطلاق النار عليها في مؤخرة الرأس لم يكتفوا بطعنها وطعن الجنين إنما بعد كل ما فعلوه من هذه الأفعال البشعة أطلقوا الرصاص على رأسها لا أعرف ما إذا كانت قد عانت وهي ترى طفلها يقتل أم لا يزيد في الدراما يعني وذكر التحقيق أن هذا الحادث المروع لم يحدث أبداً وأنه كان واحداً من عدة قصص تم تعميمها دون أي أساس مشيراً إلى عدم وجود دليل على هذا الحادث ولم يسمع أحد في الكيبوتس عن هذه المرأة إطلاقاً ونقل عن مسؤول كبير آخر أو نقل عن مسؤول في المنظمة زاكا الذي اعترف لهارتس أنه كان يعرف أن هذه القصة مفضركة وأن الحادثة لم تحدث في مقطع آخر يظهر نفس المتطوع المتطوع كنا شناف في واحد الفيديوهات مش عارف إلى المساعد رحمة تذكره يبعث لي صورة نعود أن نورها المتابعين يظهر نفس المتطوع الذي اختلق فكرة المرأة والحامل وهذه انتعه الجنين ويروي كيف واجد الجثث المحترقة والمشوهة عشرين طفلاً في إحدى الكيبوتسات والتي تقول المنظمة وتقول الصحيفة ثبت كذبها وقد أخبر ذلك المتطوع هارتس أن هذا الحادث وقع خلف قاعة الطعام في كفر عزة بينما في حالة أخرى قال إنه كان في بيري يعني يعطاهم زوج أماكن مختلفة يكذب وتشير الصحيفة إلى الصحيفة إلى أن الأطفال الذين قتلوا في كفار عزة هم يفتح كوتزر 14 عام وشقيقه يوناتان 16 عام وكشف التحقيق أن زاكا تهمت بنشر معلمات كاذبة في ديسمبر 2022 يعني حتى قبل ذلك أي أن هذه المنظمة ونظمة زاكا وبالمناسبة هذه انت عشرين طفل وكانوا مشوهين بعد نتونيهو قالها لبايدن وبايدن قالها واخدها الإعلام العالمي والأسبوع الأول كان كله على الأطفال الذين قطعت رؤوسهم وشوهوا وبعضهم نشرة قالك نشرة في حبل حبل الغسيل والاختصابات وكان كلام سلت على الأطفال أنا شخصياً تذكر أني رديت عليها وقلت أنا أعتقد أن هذه قصص كاذبة لأنه لا يعقل أن إنسان يقول أنه مسلم ويامن بالإسلام أن يقوم بأعمال مثل هذه لا يعقل لا يعقل يعني تخرجوا من الإسلام تخرجوا من دي الإسلام فلا يعقل طبعاً أنا نظرت لها من منظور منطقي يستند إلى ما يؤمن به هؤلاء الذين قاموا بالهجوم بتاع 7 أكتوبر لكن الآن هي تتأكد أن هذه الروايات كانت كاذبة طبعاً هي كانت تبدأ بدأت حول الشكوك بعد حوالي 3-4 سبع عندما بدأوا يقولوا الناس يجيبونا وروننا أعطونا صور أعطونا صور لهؤلاء الأطفال الذين قطعت رؤوسهم ووضعوا في المحارق وحرقوا وأعطونا صور ما فيش واحد اخذ الصورة بينما الكاميرات في كل مكان وان فطبعاً كان واضح أنهم يكذبون لكن هذه المرة في تحقيق مطول من هارتس لمن يريد أن يعود له هارتس الجريدة الصهيونية وفي مقالي يينيف كوفيفيتش وهو أيضاً من هارتس يقول فيه بدأ الجيش الإسرائيلي هذه دائماً شهاداتهم وانا نحرص باش نجيبها من عندهم بدأ الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة بإحرق بيوت في القطاع بأمر من ضباط القوات في الميدان وبدون المصادقة القانونية المطلوبة هذا ما يتبين من معلومات وصلت هارتس الجنود دمروا عدد من المباني الشهر الماضي بعد إحرق البيوت بما فيها يبقى البيت مشتعلاً إلى أن يصبح غير صالح الاستعمال وقال الجيش رداً على ذلك إن تدمير المباني في غزة تم بأساليب مصادقة لها فقط وأي عمل يجرت بطريقة أخرى سيتم فحصها في محادثة مع هارتس قبل أسبوعين تطرق ضابط تولقية قوة القطاع إلى عمليات الإحراق وحسب قوله يتم إحراق مباني جمعة حولها مباني معلومات استخباراتية إلى آخر إلى آخر المهم في المقال هذا أيضاً وهو مقال مطول نسبياً يتحدث الصحفي إذن عن كوارئ وعن جرائم ضد القانون الدولي وأن في النهاية يقول توجهت الولايات المتحدة مؤخراً لإسرائيل وطلبت منها التوقف عن تدمير مباني عامة في القطاع مثل المدارس والعيادات بذرعاً أنه يضر بالسكان الذين يردون العودة لبيوتهم وافق الجيش والمستوى السياسي على ذلك باستثناء الحالات التي كان فيها خطر على الحياة القوات المقاتلة في هذه المرحلة تبين أن هذا الأمر تسمى بمتدمير كبير للمباني المدنية حتى مقارنة بحروب أخرى في العالم في السنوات الأخيرة حسب تحليل صور للأقمار الصناعية نشرة في بي بي سي تقريباً 140 ألف مبنى تضرر في القطاع منذ بداية الحرب وحتى هذا الأسبوع مناطق بأكملها تم تدميرها في بيت حنون وجبالي وحي الكرامة في مدينة غزة وشار التحقيق إلى تضرر 350 مدرسة و170 مسجد وكنيسة إلى آخرها الضمار الواسع أدى إلى نقاشات في أوساط أكاديمية حول إمكانية اتهام إسرائيل بتدمير بيئة العيش لسكان القطاع هذا المفهوم يتطرق للتدمير الذي نفذك عقاب إلى آخر وكلام طويل على التدمير والحقيقة مش هذا فقط أشياء كثيرة جداً لكن نضطر نتوقف هنا الآن وكما قلت أن أهم الخبر لقد نسمعه في الساعات القادمة هو موافقة المقاومة على هدنة وأن هذه الهدنة قد تكون لمدة شهر ونصف قد يطلق فيها حوالي 35 إلى 40 إسرائيلياً مقابل المئات من الفلسطينيين وإدخال الدواء والغذاء وكل ما يحتاجه أهل غزة وأمور أخرى قد نعالجها أكثر غداً إن شاء الله توقفونا حتى يبقى معنا شوية وقت لموضوعين عندنا موضوعين آخرين سنبدأ بالموضوع الأقصر اللي نعلق عليه لكن بشكل ربما أقصر لعل البعض منكم يكون تابعوا أكيد أن البعض منكم يكون تابعوا لأنه كان خبر أساسي أمس فأصدن اللي تابعوا المواقع التواصل الاجتماعي على هذه المساعدة سيكون تابعوا أساسي أمس أساسي أمس أساسي أمس أساسي أمس أساسي أمس أساسي أمس طبعا أساسي أمس أساسي أمس أساسي أمس أساسي أمس أساسي أمس آخرين أساسي أمس لكي يكون مكان لفقط جني الأرباح المال الجري الجشع وراء المال كما قالت واحدة من كبار المساعدين تاو قبل سنتين والله كانت كنت حددتكم عليها في وقتها كانت انسحبت وقالت اللي همه هو المال ما يهم زاكربورغ والمحيطين به هو أكبر عدد من المال ما يهم لا الأخلاق ولا الأطفال ولا المصالح شعوب ولا هم يحزنون لأنه متهم مثلا هو متهم في جرائم ضد الإيغور وفي جرائم ضد الروهينغا وفي كثير من الأعمال القتل اللي تمت في كثير من البلدان وإن كان الفيسبوك تستخدم كالبلاتفورم ليه لكن هذه المرة هنا رأيها هو وقاد آخرين لمواقع أخرى بما فيه متعاق تيك توك بما فيهم آخرين تعاق تيك توك أيضا مسحوبه الأرض وهنا أمام الكونغرس أمام أعضاء من الكونغرس الأمريكي واحد منهم في البداية كما استمعتم واللي يعرف الإنجليزية يكون فهمة يقول له يديك ملطختين بالدماء ويقول له أنت لديك منتوج يقتل يقتل الناس والثاني يقول له عليه أن تعتذر وبعد ما يضغط عليه بشدة ينوض ويعتذر لبعض الأسر الموجودين اللي كانوا حاضرين وهذاك الأسر اللي كانوا حاضرين في الغالب أبناهم يا إما قتلوا يا إما انتحروا يا إما أصبحوا مدمني مخدرات يا إما وكلهم بسبب تيك توك أو فيسبوك أساسا فهو هنا خليني نشوفه بعد ما يعتذر خليني نشوفه مقطع آخر هنا يعتذر لكن خليني نشوفه مقطع آخر شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قبل سنوات كان فيه واحد اللعبة في الفيسبوك يسموها لعبة السمك الزرقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر أشهر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي ترجمة نانسي قنقر 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 إذن أصبحوا وش يصبح هذا جماعة فيسبوك يدروا الابتزاز للأنظمة البائسة هذه الابتزاز الناس اللي يدافعوا الحق ويدافعوا الفلسطينيين يغلقوا لهم الناس اللي ينشروا في الفساد واحدة مننا هنا من الكونغرسمان قاتلوا فيسبوك تحول إلى مكان لنشر الفساد تخيلوا هذا في المريكا لأنه ما يفروض ما عنده مش مشكلة لأنه لما يخص الأمر الأطفال ما يقبلوهاش قالت أن الفيسبوك أصبح مكان مرعب وهو أخطر مكان في القضايا الجنسية بنسبة الأطفال فهؤلاء جيداً لأنهم أصبحوا مبراطوريات وأصبح ما يهمهمش ما يهمهمش أنه يغلق مئة ألف صفحة ما عنده مشكلة عنده مليار صفح ومليار حسان أو اثنين مليار وبعدين رأي يبتز في الأنظمة الفاسدة والتعبانة واجمع التبون وأمثاله إلى آخر يفيدي أموال ضخمة فهذا أمر مهم جداً وهذه مش أول مرة بالمناسبة لكن هذه المرة كانوا معهم قباح وقالوا لهم عندكم أيديكم منطخة بالدماء ويجب أن تعتذروا ويجب أن تعوضوا ويجب أن تتوقفوا على منع الكونغرس من إصدار القوانين فشيء جميل وسنرى كيف ستستمر الأمور نعود إلى موضوع مالي وفي هذه المرة كما قلنا سننظر له من الزاوية التونسية لأن عطف كان هناك هو السبب مالي جزئياً لكن الراعي انتع مالي هو المهم كاين هذا ثاني كاين هذا صح ما نشعرف لأنه كانوا الوقت اليوم ولا نخلوه للغدوة قولوا لي أنتون ما شو عليكم يعني هذا خرج يخطب في الأذناب ما يسمى بالصحافة الرياضية والصحفيين ويبدو أن انقلب عليهم الأمر في موضوع بالماضي وفي موضوع المقابلات هذه انقلب عليهم الأمر يليت آهاه الموضوع أهلا بكم مجدداً بداية نستقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون استقبل من قبل رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة السيد قيس سعيد حيث وسلمه رسالة خطية من طرف رئيس عبد المجيد تبون طيب استقبلوا خالي هذا الاستقبل سمعوا شوية واش قال هو هنا ما هو الإشادة بالأشواط النوعية التي قطعناها معا خلال السنوات الأربعة الماضية تحت التوجيه الرشيد لقائدي بلدين الشقيقين الرئيس عبد المجيد تبون وأخيها الرئيس قيس سعيد وأعتقد بكل صدق وإخلاص أن الجزائر وتونس تسيران بخطة ثابتة على الدرب الصحيح وفي الاتجاب هذا كله يسموه لغة الخشب كلمات دبلوماسية لكن بالحقيقة لماذا ذهب عطاف في يوم جمعة وعلى حين سرعة لأنه أمس كان وزير داخلية التونسي هناك واليوم أرسلوا كان وزير داخلية في الجزائر وأرسلوا اليوم عطاف ومباشرة استقبلوا قيس سعيد الحقيقة أن الرسالة اللي يحملها عطاف هي رسالة تهديد هي رسالة تهديد لقيس سعيد قيس سعيد وصل هو وتبون تقريبا في نفس الوقت إذا ذكرتي جيدة كان وصل في 2 في ديسمبر 2019 إذا أنا متذكر جيدا أو ممكن شوية قبلها قيس سعيد قيس سعيد شوية قبلها حتى أنا كنت سعيد أنه يصل لأول مرة في تاريخ تونس يصل إنسان مدني إلى الحكم عبر انتخابات صحيح كانت انتخابات ضعيفة شوية لكنها كانت انتخابات في نهاية المطاف لكن من بعد ظهر أن عندما وصل قيس سعيد وبعض الجهات اللي وصلاته طلبت منه من بعدين دارولو ما يسمى بخارط طريق ليازم يتنبه تونس تاريخيا بالنسبة للجزائر مهمة جدا وهي كذلك فهي تقع في أقصى أو في الجزء الشرقي من الجزائر شرق الشمال لأن الشرق الجنوبي ليبيا والحدود هي ألف كم وتاريخيا كانت الجزائر وتونس والمغرب متداخلة كما تعرفون كانت مرة دولة تحكم الجزائر كانت تسمى بتسمية مختلفة تصل إلى معاها بعض المناطق في تونس ومناطق في المغرب في المغرب ومرة دولة تحكم المغرب تصل إلى حتى تونس ومرة دولة تحكم تونس تصل حتى إلى المغرب وهكذا والموحدين والمرابطين كانوا يجمعهم كلهم في دولة واحدة تاريخ تاريخ دا متداخل لأننا شعب واحد نحن في الحقيقة خاصنا في البلدان ثلاثة ولكن منذ الاستقلال نعرف أن مثل المغرب كان تواجد الثورة الجزائرية في تونس وفي تونس كان الجهاز السياسي والعسكري وفي المغرب كان العسكري أساسا والحقيقة أن كلا البلدين في المغرب وفي تونس ساعدوا الشعب الجزائرية على استرجاع أرضه كيف لا ونحن إخوان كان بعض توانسة قاتلوا في الجيش التحرير وبعض المغربة قاتلوا في جيش التحرير ومنهم من استشهد على أرض الجزائر هذه حقائق بل أنه كانت الثورة الجزائرية المفروض تبدأ مع التونس والمغربة اللي يبدأوا آنذاك ثوراتهم في بداية الخمسينات تأخرنا نحن قليلا طبيعتنا أن نتأخروا مرات قليلا المهم بعد باش نختصروا تاريخ فيه كثير من التدخلات بعد الانتفاضة التونسية أنا الآن سميها انتفاضة تونسية لأنها لم تكن ثورة بالمعنى معروف لأن الثورة أول شيء تقضي أو أهم الثورات يقضوا على النظام السابق للأسف إخوانا في تونس لم يقضوا على النظام السابق والنظام السابق فيما بعد أكلهم وهذه القصة كنت رويتها نعود نرويها لأنها مهمة جدا في أبريل المرجحنا في أبريل أو ماي ممكن الناس يرجعوا للتاريخ يلقوا زيارة باجي قيد السبسي إلى الجزائر وآن ذاك كانت نستمع بمخاب الثورة سقوط بن علي ونظامه ووصول الثوار لكن كانت في مرحلة انتقالية بحيث أنه قبل ما شكلت الحكومة اللي عرفت فيما بعد حكومة رايكا في ديسمبر 2011 كانت هذه تقريبا سنة شدتها الدولة العميقة نتاع تونس وجابوا قاجي قايد السبسي اللي كان وزير داخلية سابق وكان رئيس برلمان سابق جابوه حطوه رئيس حكومة مؤقت في انتظار انتجر انتخابات فالخزينة في تونس يومها كانت فارغة بن علي راحوا الدمعة كثير من المال وكثيرين من اللي كانوا مرتبطين مع بن علي هربوا أموال كثيرة وعموما الخزينة كانت فارغة حتى من قبل ذلك فالتقى باجي قايد السبسي استقبلوا بوتفلقة بوتفلقة أنا ذاك كان بعقله برجله بيديه ومريض شوية لكن لباسي استقبلوا دار معه اللقاء وقال له خلاص اللي قال اللي قال طويل واللي اعطاني أنا ذاك تفاصيل فيك تفاصيل كثيرة لكن احنا همنا هنا فيه واحد نقطة فقط قال له شوف باجي قايد السبسي قال له را قلت لي بلي الأوضاع في تونس صعبة ومش قدر حتى تخلص الموظفين إلى آخره مكاش مشكل هاي مئات مليون دولار فقط مانش متذكر لمئات مليون دولار ولا مئات مليون أور للدقة يعني المهم قال له هاي مئات مليون مرجحنا دولار قال له هاي مئات مليون دولار هذه دين نسلفوها لكم لكن بيخذوا وقتكم يعني وقت اللي رجعتوا هنا رجعوها هنا وتقريبا بدون فوائد يعني قال له بالصح كان شيء آخر قال له هاي مئات مليون دولار أخرى هذه ما ترجعوها الناش هذه ما ترجعوها الناش هذه هدية لكن هذه هدية مشروطة هذه الهدية هي لو كان نسمع واحد في تونس يقول تصدير الثورة يقول لازم تقوم ثورة في الجزائر يقول لسقاط النظام في الجزائر رانا نغلقو لكم تونس نغلقوها ما هوش ما هوش نسحب السافير أو بمعنى بهذا المعنى قال له الكلام يعني بمعنى أننا نقدر نغلق تونس وهي معروفة كاشي غلقوه تونس زوج قنابل في خمس نجوم تتغلق تونس تونس تعتمد أساسا على السياحة وهذا سنرى فيما بعد واقع يعني فباجي قيد السبسي راح جمع الرؤوس التي كانت برزت بعد الثورة والتقى بهم وقال لهما والرسالة تعاسي عبد العزيز بودفليق وخوتكم في الجزائر يقولون لكم إذا بقيتوا ترنكيل وهديين وما تكلمتوش عن الثورة والنظام الجزائري والجنرالات وكذا لأنه كان كانوا المعارضين يتكلموا عن ديرات الجزائرات الجزائر منهم مثلا الرئيس اللي ولا من بعد رئيس المرزوكي فقالهم راحما يقول لكم لو كان تتجاوزوا في الكلام رانا نغلقو لكم تونس وفهمهم قالهم فهمتوا واش معنى تغلقوا تونس قالهم معنى هاي يسكروا هانا بطريقتهم وبالفعل أنا شخصية رحت لتونس في نوفمبر أول مرة راح لتونس منذ منذ 1995 لما غادرت المنصب لأننا كنا نمروا على تونس هنا الحدود مغلقة ففي الغالب تمروا على تونس باش تدخل الجزائر أو تروح لتونس باش نقضوا لأنه لم تكن فقط الحدود مغلقة إنما كان أيضا كان حصار على ليبيا أنا ذاك قلت الحدود مغلقة لا كان الحصار على ليبيا مكاش طيران فكنا نروحوا بالسيارات والحصار على ليبيا أنتج أنه مثلا البنوك تاعنا كانوا في في تونس إلى آخره لأن الحصار كان مس حتى الدولار ونحن نقص بالدولار آنذاك إلى آخره فكنا نروح لتونس كثير يعني كل شهرين تقريبا نجد نفسي في تونس ومرة لما نقعد عبر الجزائر مر على تونس إلى آخره سواء الشمال أو الجنوب كل مرة على حساب المطلع بالسيارات فإذا تونس الأوضاحة هي هذه معروفة فيها جاءت 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 الأمور تمشي إلى آخره وخلاص خداوهما بهذا التوصية فقلت قلت لما رحت في نومبر 2016 تكلمت مع بعض خوتنا ثم يخو يا جزائر من فضلكم الجزائر كما تكلموش عليها يقولوا لا احنا جزائر بلادنا ينحروها أو أنتم بنعلي دار أقل من اللي داروا هات العصابات وهاكم سقطوا هربوا لا لا يقولوا الجزائر حاجة خاصة ولا ممكن تفاهم علاش هو يبدو أن الوصية هذيك يعني هنا رأي نتكلم تلقيت كبار مسؤولين بدون منذكر أسماءهم يعني يعني نحن بعد يقولوا كلي ولي رئيس كلي ولي رئيس الزراء كلي ولي وزير كلي ولي مسؤول كبير كلي ولي مسؤول من الخلف إلى آخر يقولوا لا 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 فضلكم كنت شعارف القصة هذه هذه القصة عرفتها فيما بعد ما فيما بعد فهمت أن حتى ناجر كجزائرين كان ماذا بيهم بعد وما نذكروش يعني ولا روح نروح حتى في السر يعني ولم تفهمهم أنا كي عرفت القصة ضحكت يعني حكيها لي أحد كبار المسؤولين من تلك تونس مش هنذكر أسمهم وما استأذنتوش ف قلت له الآن فهمت علاش كلكم كنتوا تقولون لا 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 الجزائر لازم بالهدوء وإلى آخره الحقيقة أن بوتفلقة رأي يعني يعني نعطيك في الخلفية لتعلموضوع باش نوصلوا لماذا قلت لكم الرسالة كانت اليوم كانت رسالة رسالة واضحة بما فيها تهديد يعني وذلك نقول لكم ما هو المضمون تعال التهديد بوتفلقة التزم وهذه تحسب له طول ما كان بوتفلقة في السلطة حتى 2013 بوتفلقة بعد أبريل 2013 خرج من السلطة لم يعد يحكم وصيب صدمة دماغية أخذ إلى فرنسا قاعد هنا ثمانية وثمانين يوم مرجع كما تعرف على كرسي متحرك وخلاص ولا يفيق شوية ويغيب أغلب الوقت والحاكم الحقيقي كان السعيد واللي مع السعيد والعسكري كان هو قيد صالح وفي هذا الوقت تبدأ تفكيك الديرس إلى آخر تعرف القصة لما رجعت أنا لتلك الفترة ورحت شفت كم عملية لأن بعد 2013 تبدأ العمليات الإرهابية في تونس والعمليات الإرهابية في تونس كانت ثلاث جهات مسؤولة عليها كانت ثلاث جهات مسؤولة عليها أساسا قد تكون جهات أخرى أصغر كانت الجهات التي تنسب للإسلاميين وكثيرين منهم إسلاميين حقيقيين يعني إسلاميين إسلاميين لكن عندهم تفكير جهادي عندهم تفكير القاعدة عندهم تفكير إلى آخر يعني كانت كاينانصار الشريعة إلى آخر يقولوا هي القاعدة هذا كانوا بالفعل يشوفوا باللي الحل هو السلاح لتغيير النظام في تونس ما عجبهم شوجة بعد الثورة قال لك لا هذا مازال نظام علماني ونظام لا هذا نقاش آخر لكن المهم هذه الجهة كانت موجودة الجهة الثانية التي كانت موجودة هي الجهة داخلية تونسية هو النظام القديم هم كبار عناصر الشرطة وعناصر المخابرات خاصة داخل الشرطة الشرطة التي كانت تحكم وبعض الجنرالات داخل الجيش إلى آخره كان بالنسبة إليهم وجود جماعات مفبركة يساعدهم لأنه يجيب لهم ميزانيات أوسع يعطيهم نفوذ أكبر يجيبهم يسيطروا خاصة على هذو اللي جاءوا يعتبروا روحهم ثوار وحكام وما كانوا ما يعترفوش بالغنوشي والمرزوقي وعلي العريض والجبايلي وكل المجموعات اللي كانت تحسب على الثورة سواء اللي كانوا في مناصب أو كانوا خارج المناصب يقول لك هذا كنا نطاردهم نسجنوهم علي العريض قعد من شعار في كم 12 سنة هو مسجون أو أكثر كان يعدب عذاب النكرة وأصبح وزير داخلية مثلا الحكومة الأولى وبعدين أصبح رئيس وزراء فهم كان يستهينوا بهم يقول لك هذو كنا نعذبوهم كانوا عند نفس سجون نعذبوهم ونتبول عليهم عزكم الله ونفعل فيهم كذا وكذا وأصبحوا الآن هم الحكام هذا مش محقول حتى الغنوشي في الثمانينات كان مسجون المرزوقي تعرض لكثير من المشاكل وغيره الجهة الثالثة اللي كان أيضا يهمها أنها تدير عمليات مفبركة هي زوجيهات على سميتها الجهة ثالثة لأنها جهة خارجية جزء هو الدياريس تعالجزائر وجزء هو الإمارات خاصة الإمارات قلت كاين كاين أطراف أخرى لكن نتكلم هنا على أهم الأطراف خلنا نقوله أربع أطراف باش ما الناس ما يختلفش ويختلطش عليهم الوضع طرف هو جماعات إسلامية حقيقة تنسب نفسها الإسلام وطار الحل هو العنف جماعات ستنشئها الدولة العبيطة وليس العميقة في تونس اللي هما الموظفين تعال أمن والمخابرات واللي بقوا طبعا كبار المسؤولين سقطوا لكن خلفائهم بقوا طرف ثالث هو الإمارات اللي كان هدفها تدمير أي ثورة شعبية وطرف رابع كان ديالس والديالس كان هو أيضا يتمنى تدمير أي ثورة شعبية لكن ما كانش عنده الإمكانيات إمكانياته محدودة في الجزائر وليبيا فقط في مصر ما كانش عنده تأثير كبير في سوريا والعراق واليمان كانوا بعد عليهم عندهش تأثير تأثير بسيط يعني كان يتمنى سقوط الثورات الشعبية أو رابع الشعوب لكن في تونس كانت عنده القدرة في ليبيا أقل شوي لكن عنده القدرة أيضا لما ترجع إلى تلك الفترة هاي هنا نعطي لكم وثيقة تتحدث عن العمليات الإرهابية ما بين 2011 و2022 في تونس وهذه الوثيقة لمن يريد البحث لها يجدها من واشنطن أنستيوت أعتقد نعم منظمة معروفة تتابع هذه الأشياء وأقرب هي أقرب للإدارة الأمريكية قد تكون قريبة للإدارة الأمريكية المهم الوثيقة هي هذه هذا طبعا وثيقة هي فيها كلام كوية لكن هذه هي نسبة العمليات هنا تبدأ من 2011 إلى 2022 تلاحظوا أنا عملت هنا في هذه الوثيقة إلى ركتبان إبان هنا إطار هنا وينكين أكبر العمليات الإرهابية من 2013 إلى 2019 في 2013 كان هناك 22 عملية إرهابية 2014 21 2015 36 2016 40 2017 47 2018 30 2019 29 2020 8 ننزلوا تماما 2021 2012 و2022 4 ننزلوا تماما تلاحظون ما هي أول ملاحظة هنا أول ملاحظة أنه في 2011 و2012 اللي كانت فيها البلاد كلها فوضى نتيجة لسقوط نظام وبداية قيام نظام كانت العمليات الإرهابية ضعيفة جدا وحدة في 2011 وأربعة في 2012 العمليات الإرهابية هنا سواء قدروها الإسلاميين الحقيقيين أو الإسلاميين المفبركين بغض النظر شكون مهمش المهم العمليات الإرهابية واحدة في 2011 وأربعة في 2012 لما لما اختفى بوتفليقة بداية من أبريل كانت كاينة عمليات قبل كانت أعتقد في فبراير 2013 اللي هي أدت إلى مقتل أحد النقابيين التوانسة لا يحضروني اسمه الآن لكن تلاحظوا مع عدى ذلك ما فيش عمليات وهذه العمليات بالمناسبة عملية مقتل النقابي هذا فيها أكثر من أطروح لكن المحامي اللي كان يتابع القضية خرج مرة وتكلم قال قتلات المخابرات الجزائرية قال قتلات الدير السع الجزائرية بعد أيام قتل المحامي بسكت دماء قلبي مات كان مصادر أخرى تقول أن الإمارات هي اللي قتلاته وأنه كانت عنده تصريحات أيضا ضد الإمارات يتهمهم يقول لهم رمي يدخلوا ممكن يديرون عملية إرهاب الآن شكول اللي قتله والله أعلم لكن المحامي هذا مات ومات بسكت قلبية بعد خروج بوتفليقة بوتفليقة كان تعهد الباجقيت السبسي وتعهد حتى للغنوشي اللي زاره بداية من سبتمبر 2011 ويوما ما سأروي قصة هذه الزيارة يعني عندي أنا فيها جزء خلفي هكذا ربما كاش نهار نرويح جزء خلفي بمعنى أني توقعتها وقلت عليها الراش الغنوشي أنها ستحدث في الوقت الفلاني وهو السبب الفلاني لما خرج بوتفليقة اللي كان تعهد باللي ما يكونش أحداث سيئة في تونس على الأقل من ناحية الجزائر وربما الجزائر حتى تعلم الحكومة اللي تكون قائمة بأعمال إرهابية أخبرني واحد من قلب الخارجية الجزائرية أحد مصادري أنا ذاك قال لي انتقل عدد عناصر المخابرات تعدياريس اللي كانوا في صفار التونس والصفار التونس أنا أعرفها صغيرة جدا يعني مش صفار الجزائر في تونس صغيرة المقارنة إلى أنه هذا بلد جار ومصالح إلى آخر قال لي أخبرني هذا المسؤول قال لي انتقلوا عدد الضباط المخابرات تعدياريس من بضعة الضباط بضعة يعني ما بين ثلاثة وتسع قال لكالكوزات إلى مية وتسعتاش يعني لازلت أتذكر رقم مية وتسعتاش ضابط مخابرات بعد سقوط بن علي أصبحوا عندهم الجواز سفار دبلوماسي باعتبارهم دبلوماسي داخل سفارة الجزائر في تونس لكن بوتفلي قال تزم بأن تونس ستكون آمنة وأن الجزائر ستلعب دور كبير باش تبقى تونس آمنة كل جزء اللي تقدر عليه وهذا اللي حدث حقيقة يعني بعد وفات بوتفليقة بعد إصابة بوتفليقة وخروجه من السلطة بداية من أبريل 2013 هو ثم انتهى بوتفليقة خلاص ارتفعت العمليات إلى 22 21 36 40 47 39 2019 حتى سقوط بوتفليقة بعد السقوط سيقل الموضوع لكن ما هوش مرتبط ببوتفليقة مرتبط بشيء آخر هذا لا يعني أن كل العمليات اللي تمت آنذاك قامت بها الدياليس لأن بوتفليقة ويبدو الجايد صالح هذي أيضا حتى نكون منصفين كانوا ضد أن تكون هناك عمليات إرهابية مفبركة في تونس كانوا ضد لأك مش عارف إيش اللي غير موضوع قاية صالح فيما بعد أو كان ما يعرفش أو كانت أكثر من جهة لكن الأكيد أن العمليات الإرهابية التي كانت تتم في تونس بعضها قاموا بها توانسة منسوبين إلى بعضها قامت بها الدولة العميقة تعمل خابرات وكان كان كثير من الكتابات والتصريحات والفيديوهات بالمناسبة يعني يقدر الناس يرجعوا لها إذن بعضها قاموا بها ضباط توانسة لأسباب تخصهم ومن أجل السيطرة على المال على النفوذ على السلطة تخويف القادة الجدد سياسيين إلى آخره بعضها قامت بها الإمارات وبعضها قامت بها الـ DRS هذه هي الإرهاب في تونس ذكر لي واحد من اللي شاركوا في عملية رسلني قبل حوالي سنتين أو ثلاث سنوات لا تذكر جيدا ركسة رهي موجودة في مكان ما بعث لي رسالة وراني كنت تكلمت عليها في وقت تجدونها في اليوتيوب قال لي والله يا أستاذ وكنت يوم ها تكلمت على الإرهاب المفبرك في الجزائري لآخر فقال لي هذا اكتب لي رسالة اكتب لي أكثر من رق يتواصل معي قال لي والله يا أستاذ أنا من الذين شاركت كنت من القوات الخاصة وشاركت بالضابط الضابط إلى آخر الأغنام تعال الرعاة وأقسم لي قلت له هل أنت مستعد أن تدير شهادة قال لي لا تقدر تخرجني من الجزائر قال لي حتى قال لي بشعون معكس حتى نخرج رح نفكر جيدا لأنني عندي الأسرة في الداخل لكن إذا خرجت نفكر أني ممكن ندير شهادة قال لي لكن هنا يتحنوني انت تعرفني قال لي تعرف الوضع في البلاد كيف يتحنوني قال لي لكن هالشهادة تقدر تقولها بدون أن تشير وعطاني أسمو وعطاني ومكان وعطاني المدينة وعطاني كل شيء الحقيقة أنه ثق فيه ثقة كاملة والحمد لله كثيرين من إخواننا يثقون فيه قال لي لا تشير بأي شيء يمكن يوصلهم إلي وأنا عمري لا أشرت ولن أشير بطاعة الحال الحافظ عليه نعم شكري بالعيد هو الذي قتل في فبراير البداية الذي بدأت به الاغتيالات وبدأ به الإرهاب لكن شكري بالعيد كان طروحتين كان طروحتين تقول قتلات الإمارات طبعا بتعاون داخل الضباط توانس معهم أو كان طروحة أخرى تقول قتلات المخابرات الجزائرية أيضا بتعاون درك هذه الله أعلم من قام بالعمل لكن كلا الطرحي الموجودين والمحامي نظن لتكلم نظن نذكرهم في اثنين إذا يذكر فيه جيدة لكن أمتأكد أنه قال نظام جزائري بعدها بأيام قتل القاومية قالوا صدمة دماغية وتوانس يعرفوا هذه القصة جيدة أنا سرحت في الحقيقة وعندي تصريحات ومسجلة في 2013 2014 لقنوات تونسية وقلت لهم أن جزء من الإرهاب المتواجد في جبل شعامبي هو من تدبير ديريس وهذه كانت ديريس تقوم كما قامت في الجزائر بجماعات مفبركة ترتكب إرهاب رهيب تربحه رضع وربحه أطفال ونساء وقتصب وإلى آخر لا أستبعين تقوم بها في تونس وكانت عندي أدلة آنذاك يعني 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 حشية كلام هكذا فقط يعني كان عندي كثير من الأدلة وأذكرتها في وقت بتفاصيلها لا أريد أن أطيل هنا لأن أنا جريبز السوايا ومازال حديث كنت توسع فيه توسع كثير لكن المهم من خلال هذه القائمة تستطيع أن نتبين متى ارتفع الإرهاب ومتى انتهى انتهى تقريبا مع نهاية مع وصول قيس سعيد ونهاية الجماعة اللي كانوا انتعى الثورة وسينتهي أكثر منظم في 2023 يمكن ما يوقع ولا شيء لا أعرف لكن هنا في 2022 ربعة سينتهي أكثر لما يسيطر قيس سعيد على السلطة ويصبح هو الحاكم بأمره طبعا من خلفه هي المخابرات التونسية والجنيرالات التوانسة إلى آخر احنا عارفين أن قيس سعيد هو صورة لأجهزات الدولة العبيطة ليس العميقة دول العميقة هذه موجودة في الدول الكبيرة اللي عندها تاريخه احنا لدينا دول عبيطة هذه مش دول عميقة كونجو دول عميقة حقيقة يدافع على مصلحة الدولة هم يدافع على مصلحة أفراد والدول العميقة في هذه الدول الكبيرة سواء في روسيا أو في أمريكا أو في فرنسا أو في ألمانيا يدافع على مصلحة الدولة كما يرونها هم أما احنا فيدافع على مصالح ميليشيا مجموعة تسيطر على الحكم المهم لما انتهت جماعة اللي جاءوا من الانتفاضة التونسية إلى آخر انتهى الإرهاب وهذا كان مقصود باللي الشعب التونسي هذا لن يتحرر جيت تحرر ونجي لك الإرهاب الشكول اللي كان عندهم هذه الفكرة موجودة عن السعودية ومصر والإمارات والنظام الجزائري إلى آخر الأنظمة التي لم تسخد أساسا الآن باش نرجع إلى زيارة عطاف لماذا عطاف ذهب بهذه الرسالة وأنا قلت طبعا أنا قلتها من خلال التحليل هذا لكن ربما في الأيام القادمة جيني معلومات تأكد تحليل لكن أنا عارف هذا التحليل من أن نصل له لماذا رأ لأنني عندي خلفيات على هذا الموضوع وكيف تعامل النظام من قبل معه قيس سعيد في الفترة الأخيرة بدأ يتلعب قبل حوالي 6 شهر الإماراتيين وصلوه تقريبا 6 شهر 8 شهر للتطبيع لما النظام الجزائري لما العصابة سمعت وجنوا وصيبوا بالجنون ما بهم ش تطبيع في حد ذاته لا هو تبون قال مرة قال حنا ما لن نهرون للتطبيع ممكن نذهب للتطبيع لا بالعقل بهم المحاصرة لأن النظام الجزائري مشكلته مع النظام الصهيوني مع حكام تل أبيب أساسا ليس التطبيع في حد ذاته والدليل هو يأتي الميليشيا ويعباس يعطي له الدراهم وهذه الدراهم تروح للسلطات الأمنية الفلسطينية التي تخدم إسرائيل معروف مشكلة النظام أن إسرائيل تحالفت مع النظام المغربي والمشكلة الكبرى لنظام الجزائري والنظام المغربي هي أن كل نظام لا يثق في النظام الآخر ويتهمه باتهامات كثيرة أنا تكلمنا فيها عدة مرات فكراهية النظام الجزائري وخطابه اللي يعلو بينما يمنع الجزائري حتى من المظاهرات من أجل غزة على الصهاينة هو ليس بسبب الصهاينة كصهاينة وكمحتلين وكمجرمين إلى آخر لا هو بسبب أنهم قدموا تكنولوجيا قدموا أسلحة قدموا أمور مخابراتية ويتعاونون بقوة مع النظام المغربي هذه المشكلة فقيسس عيد لما يجيبهم التونس يدير التطبيع بحسب الضغوطات الإماراتية وكان قريب يمشي فيه أو حتى النظام الليبي كان قريب يمشي فيه سقطت كما تذكروا سقطت وزيرة الخارجية وكادوا أن يقتلوها الليبيين لو لا هربوها الأتراك إلى إلى إسطنبول لما التقت وزير الخارجية الإسرائيلي قبل حوالي 8 شهر أو 9 شهر المهم لما سرعت هذه الواقعة قالوا له لا 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 ركتلعب هنا بالنار كان الصهيون يتطبع مهرة لتحالف مع المخزن وراه يهدد فينا وإلى آخر إلى آخر فتراجع قريب سعيد وفهموا قالوا له لمشيت هذه الخطوة ركتندم فتراجع وقال للإماراتيين أنا لا أستطيع في هذا الموضوع لا أستطيع هكما عارفين النظام الجزائري وهم كل مرة يشيرون له يقولوا إحنا رأنا قدمنا لكو صح يعني هذا تبون قدم مئات الملايين من الدولارات لقيسة سعية خرج مسؤول أمريكي مرة سمعته يتكلم في إحدى القنوات يقول الحكومة الجزائرية هي اليهيرة تدفع في رواتب الموظفين توانسة هذا السر أنا ما قالوه لكم أخرج هذا المسؤول وقالوا الأمريكي استمعت لمباشرة قدموا كما تعرفوا قدموا في أيام الكورونا قدموا أشياء كثيرة حتى في أيام نقص السكر في تونس قدموا آلاف الأطنان كان الجزائر فيها سكر أيضا جزائر أيضا فيها سكر لكن قدموا آلاف الأطنان هو مش للشعب التونسي إحنا الشعب التونسي إحنا شعب واحد هي لقيسة سعية دخول الغنوشي للسجن قبل سنة واللي حكموا عليه أمس ثلاث سنوات ما كان الغنوشي يدخل للسجن لو لا ضو أخضر الإمارات كانت قدمت الضوء الأخضر تحب تعدم الغنوشي نظام جزائر ما حبش يعدم الغنوشي لكن يحب يخرجوا من أصرح السياسي لأنه يفكروا بقضية الثورة والإسلام السياسي ومش عارف فهو يقول له أوكي حطه في الحبس نحن نوافقه على اللي توضعه في الحبس فقيس سعيد وضع قبل الغنوشي العام الماضي في الحبس رغم الاعتراضات العالمية كثيرين اعترضوا وأمس حكم عليه ثلاث سنوات الإمارات لو كان جل قرار بيدها تحكم الإعدام على الغنوشي وتعدمه نظام جزائر ما يحبش يعدمه يحب فقط يحيدوا إذا حبينا العصابة يعني إذن الرسالة هذه في الحقيقة هو أن الإمارات في الفترة الأخيرة هو المشكل أن النظام في الجزائر لا يستطيع أن يقدم المال لتقدمه الإمارات الإمارات قاعدة تنهب في كثير من دول العالم مثلا السودان الآن اللي رأي فيها حرب مدمرة وأهلها كثيرين يموتون بالجوع ينهب منها شهريا على حسب مصادر هذه مصادر عالمية شهريا عشرات الأطنان من الذهب يهرب من السودان إلى دبي وإلى الإمارات فهي تجيب هذا الجزء من المال مهرب من السودان من مالي من الذهب في إفريقيا من معادن كلها الإمارات أصبحت دولة تشرف على النهب العالمي كأن دول أخرى تنهب لكن تنهب بذكاء شركاتها موجودة تشتغل تبني طرقات تبني الإمارات لا وإن كان الذهب وإن كان المعادن النفيسة وإن كان تجيب الميليشيات يستيطروا على هذه الأماكن وانتهى الموضوع وحتى موضوعهم في مالي هو هذا هو أن شمال مالي مليء بالذهب وبالمعادن النفيسة إذن الإمارات في خصومتهم مع النظام الجزائري اللي اندلعت بداية من نهاية 2020 لما تأكدوا أن جناح تبون ماشي مع القطرين والأطراك هذا هو السبب بالخصوم الرئيسي بينما كان الفترة كل 20 سنة تعبو تفليقة كان النظام كله مع الإماراتيين بشكل أساسي حتى ويحيى ذكرنا أنه أعطاه له للانغودور وبعهم في السوق السوداء لقطانوه الإمارات 30 لانغودور بلسانه وقال ما شي هو بارك قال رم كانوا كلهم يدوا يعني وهذه حقيقة وغيرانا نقولنا لماذا النظام لحد الآن عاجز على قطع العلاقات مع الإمارات كان لأن كان مسؤولين كبار معترضين فيه ملفات أخلاقية عليهم على الإمارات أنا قناعتي أن هذه العصابة ستنتهي بقطع العلاقات مع الإمارات لأن الإمارات سيتحاصر فيها في كل مكان بما فيها في تونس الفترة الأخيرة الإماراتيين مدوا أموال إضافية لقيس سعيد لميزانية الدولة وللموظفين المرتبطين كبار رؤوس المخابرات الجنرالات الضباب الكبار في تونس البوليس الإداريين المؤثرين في وزارة الداخلية مدوا لهم هدايا ومدوا لهم أشياء كثيرة جدا نظام في الجزائر لا يستطيع أن ينافس الإمارات في قضية البخشيش البورد 20 لا يستطيع عنده حتى داخل القصر وهذه معلومة هذا مشتحليل كائن خبرجية يقدموا معلومات للنظام الجزائر وكائن خبرجية يقدموا معلومات للنظام المغربي حتى نظام المغربي رأوا الداخل بالحقيقة ولكن أكثرهم الخبرجية اللي في تونس هم توانسة أساسا يقدموا معلومات في الحقيقة الإمارات إلى حد ما سعودية الإمارات تعرف جيدا كيف تدير عملية الرشاوي عندها فيها فن كبير إضافة إلى ما قلنا دبي وما فيها من ملذات وشهوات وجنات بالنسبة لهؤلاء القوم يروحوا إلى دبي عبث رهيب هناك خاصة فترة وين يكون الحال جميل مثل هذه الأشهر تا الشتاء فالرسالة إذن هي رسالة دبلوماسية تبقى دائما دبلوماسية ولكنها في عمقها في خلاصتها هي رسالة تهديد يقولولو ما تلعبش إذا استمريت إذا استمريت في أنك تصبح أكثر فأكثر مع الإمارات وأن الإماراتين هم اللي يسيروك ونحن لدينا هذه المعلومات فادبرسك يقولو واش قال ابو تفليقة لباجي قاية السبسي في 2011 أنت ما تلعب إلا نفسك إذا تغلق التونس طبعا النظام الجزائري ماهوش في فراخ كأين دول كأين الولايات المتحدة الولايات المتحدة عندها تواجد عسكري في تونس ومخابراتي معشاء وعسكري مايش حاجة سهلة لكن مش سهل أنك تثبت إذا ما جاء واحد لبسوها حزام وقد يكون مؤمن بهذه الفكرة ولبسوه حزام وقالوا رح فجر روحه كما اللي دارها في باردو أو اللي رح قتل في باردو أو اللي رح قتل في خاصة في 2015-2016 كانت عمليات رهيبة في تونس تلاعب بالإرهاب سهل وكان كثير من الدول أصبح خبراء في قطية تلاعب بالإرهاب منها العصابة عندها لكن مش عصابة فقط المصريين السعوديين الإماراتيين الإيرانيين الأمريكيين الروس هذا كلهم يعرفوا يتلاعبوا بالإرهاب كلهم يقدر يعرف يتلاعب به واختاش يحيد واختاش يخليه واختاش كلها أصبحت أصبحت لعبة عالمية مش شام فسنرى إذا ما كان قيس سعيد يراجع قليلا سياسته ويتراجع مع الإمارات لأن الإمارات بالنسبة للنظام الجزائري تريد هدمه ما فيش نقاش كل المعطاية كون أن النظام الجزائري كون يجيبه البرهان تعالى السودان والإمارات تريد رأس البرهان مش فقط ليطاحه به ولا رأسه هو والجنيات اللي معاه بعد ما قدمونهم خدمات كثيرة خاصة في اليمن كون النظام وصل إلى درجة أنه يجيب البرهان كونه يصل إلى درجة يخرج بن جرينا وبعدين يخرج خاصة لويزا حنون لأن بن جرينا مهما كان ما هوش ذاك لكن لويزا حنون بنت السيستام حقيقة يعني كون جرائد مثل الإكسبريسيون والإصوار والخبر وما نشعرف كون أصبحت يوميا تتهجم على الإمارات فخلاص لأنهم فهموا بعد التهجم من تعمالي قادة العسكرين من تعمالي على العصابة عندنا في الجزائر فهموا بأن الإمارات حرقت خطوط حمر المشكلة أن النظام الجزائري يجد نفسه بدون داعم على الصعي الدولي الروس الآن رح معهم في خصومة في قضية مالي وفي خصومة في قضية النيجر وفي خصومة في قضية ليبيا لأن الإمارات وروسيا متحلفين في ليبيا وفي مالي وفي النيجر إضافة إلى أختارتك بها في علاقاته مع الروس ذكرتها المرة اللي فاتت والناس يقدرون رجعونها في أحد الفيديوات وقلت ما هي الأسباب لخلات الروس ينزعجون من نظام جزائري ويقبلوا الإمارات والسعودية يدخلوا للبريكس ومصر وما يقبلوش نظام جزائري يخرج لافروف يقول اللي قبلناهم دول عندها تأثير إلى آخره لماذا الروسيا اللي كانت علاقاتها هي أساساً مع الجزائر في إفريقيا أساساً أصبحت علاقاتها أقوى مع المغرب كيف استخدم المغرب العقوبات على روسيا بأنه أصبح يبيع الغاز الروسي والبترول الروسي طبعاً ببعض السماح من جهة أمريكا يعني الأمريكيين قبلوا بعض الأشياء أن يقوم بها المغرب وكيف استطورت الآن العلاقات الروسية المغربية يعني النظام نظام هذا يعتقد أنه في حربه الخارجية كما يتعامل مع الشعب الجزائري هذا يدخلوا للحبس هذا يشوهوا هذا يهاجموا هذا يدلوا والديه هذا ما نشعار لا سياسة الخارجية ماهيش مصالح وروسيا لما يشوفوك تخرج وتهاجمهم تقول في ليبيا ما نخليش أنا مرتزقة هي كلمة جميلة بالصح بالنسبة لروسيا قلناها أكثر من مرة يقول ما نخليش مرتزقة يسيطروا على طرابلوس أو يشوفوك تقول للأوروبيين أنا أم بيع لكم الغاز بدل الغاز الروسي حيقول لك هذا مهبول هذا المفروض لحلفاء كنت 85% سلحتاك من عندنا والآن خلاص الروس لم يعودوا أصلا بقدرتهم أن يبيعوا سلاحا يعني والخاطئة الكبرى ترجع إلى فاغنر اللي جات اللي جابها شنغريحة ولذلك روما فيش بداية لأي حل في الجزائر دون رحيل ثلاث جنرالات رأس الجيش المجرم شنغريحة المجرم الآخر اللي لا يقل عنه إجرامه جبار مهنة والثالث اللي هو أيضا قال لهم سكته اللي ما يسمى بعد قدر حداد أو ناصر الحش ناصر نسموه هذا ناصر الجن إذا الجماعة اللي رحي حاكمة الآن يريدون حل فالحل يبدأ بالإيطاحة بهؤلاء الثلاثة وتنظيف الجيش من الجنرالات الذين أجرموا إجراما عظيما ولكن خاصة يتدخلون بشكل رهيب وهم لا يفهمون السياسة لا الداخلية ولا الخارجية الإمارات ممكن الشعب الجزائري أن يواجهها إذا كان عنده نظام حكم يثق فيه أما قهركم وقمعكم الشعب الجزائري فاعلموا أن الصغير والكبير رح يتجرى عليهم وآخرهم عقداء مال اللي أنتم سهمتم في مجيئهم ودعمتوهم وخفتوا معهم وجبتوهم حتى فاقنا حياتكم الله نعراكم غدا بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة